فيفا يجري قرية كأس العالم للأندية خلال ساعات بمشاركة النادي الأهلي للمرة التسعة في تاريخه أملاً في إنجاز جديد ساعة 12 زوراً بمديد جدة السعودية وبوجود حسام غالي ممثلاً للأهلي تقام قرية كأس العالم للأندية 2023 الأهلي بيشارك في البطولة بصفته بطلاً لدوري أبطال أفريقيا ومعه أندية منشستر سيتي الإنجليزي وأوراوى الياباني وليوني المكسيكي وأوكلان سيتي النيوزيلاندي ده طبعاً بجانب بطل أمريكا الجنوبية والتحاد جدة حامل لقب دوري الدولة المستضيفة الأهلي أملاً في الحصول على ميداليا أفضل من البرونزية بعد أن حقق كفت وكل البطولات الممكنة في 2023 حتى هذه اللحظة كل التوفيل للنادي الأهلي إن شاء الله موسيقى 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 منشستر سيتي الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا والتحاد جدة اللي كان له مباراة في كأس العالم للأندية قبل كده مع النادي الأهلي في 2005 نأمل إن شاء الله إن الأهلي يحقق ما هو أفضل من برونزية كأس العالم للأندية حققها ثلاث مرات قبل كده وعندنا طموح أكبر هتقول لي يعني هو البرونزية وحشة هقولك لأ ده إنجاز عظيم جدا وكبير جدا بس ثلاثة برونزية لما يبقى أربعة حلو لما يبقى في فضية عظمة لو فيه ذهب يا سلام على التاريخ يا سلام على التاريخ هتتكلم النادي الأهلي رغم هذه الإنجازات العظيمة في فرقتين في أفريقيا وصلوا لنهاء البطولة مازينبي والرجاء الأهلي يقدر يوصل الأهلي يقدر يوصل للنهائي وليه لأ ياخدوا البطولة كمان صحيح فيه منشستر سيتي ومعرفش مين اللي ممكن في العالم يكسب منشستر سيتي أصلا بس مجرد الوصول للنهائي هتبقى حاجة عظيمة جدا لنادي الأهلي إن شاء الله بس ما يصطدمش في القرعة في نصف النهائي مع منشستر سيتي زي ما حصل السنة الفاتت لما اصطدم في نصف النهائي مع ريال مدريد إن شاء الله السنة دي لو حيلاق منشستر سيتي يلعبوا في النهائي وبعد كده نتكلم ساعتها ونقول ونعيد تعالى أقول لك نزام مع تفاصيل قراءة بطولة كعس العالم الأندية 2023 تفصيلا يلا بينا يشارك في البطولة السابع الأندية هم أبطال كل قارة بجانب الفريق المستضيف حيث تلعب اللقاءات بنظام خروج المجلوب يلعب المباراة الافتاحية الفريق المستضيف اللي هو اتحاد جدة وبطل أوكيانوس حيث يتأهل الفائز لمواجهة بطل أسيا أو بطل فروك أو بطل أمريكا الشمالية في الدور الثاني ربع النهائج يستهل بطل أوروبا ومسل أمريكا الجنوبية ومشاركتهما من نصف النهائي وتحدد الكرة خصميهما من الفائزين بربع النهائي الخاسر من مواجهتين نصف النهائي سألعب مباراة لتحديد المركزين الثالث والرابع إذا ما حالكم عارفين للفوز بالميدالية البرونزية أما الفائز في لعب المباراة النهائية ومكار لها على ملعب الجوهرة المشعة واحمل الملعب العظيمة اللي هيشارك في البطولة لأهل بطل أفريكت حجد بطل دوري السعودي منشستر سيتي بطل أوروبا وروا الياباني بطل دوري أسيا دوري أبطال أسيا ليون المكسيكي بطل كونكاكاف أوكلان سيتي بطل أوكيانوس وبطل كوبا ليبرتادوريس اللي هو بطل أمريكا الجنوبية هيتحدد نهاية شهر نوفمبر المقبل إن شاء الله الجوائز الملعب البطل هياخد خمسة مليون دولار الوصيف هياخد أربعة مليون دولار المركز الثالث هياخد اتنين ونصف مليون دولار والمركز الرابع هياخد اتنين مليون دولار المركز الخامس واحد ونصف مليون دولار والمركز السادس مليون دولار والمركز السابع بياخد خمسمائة ألف دولار يعني كده كده اللي بيشارك في البطولة دي كسبان كتير كده كده كزبان على المستوى المالي يعني طيب تعالى نبدأ النهاردة أخبارنا بأخبار النادي الأهلي ونبدأ من عند مارسي كولر مارسي كولر تتكلم مع عدارة النادي الأهلي فيما يخص المهاجم المنتظر المهاجم اللغز الكل يبحث عن مهاجم النادي الأهلي الجديد مارسي كولر بشكل واضح ودي معلومة هتسمعوا لحضراتكم لأول مرة مارسل كولر بشكل واضح قال لإدارة النادي الأهلي ماينفعش أخش الموسم الجديد دون مهاجم بشكل واضح قالوهم أنا ماينفعش أخش الموسم الجديد دون مهاجم أجنبي عشانت هتقول لي ما هو فيه مهاجمين مهاجم أجنبي جديد لو أو حسب ما قيل أنه الأهلي ممكن يأجل موضوع المهاجم في الفترة اللي جاية لحد يناير ممكن يأجل ممكن يستنى شوية خاصة أن الراجل عايز سوزا اللي بيلعب في كوريا الجنوبية والنادي بتاعه جنبونك مش عايز يسيبه فاستنى لحد يناير هيبقى فيه لا مارسل كولر مش هيستنى أنا بقول لك معلومة مؤكدة 100% مارسل كولر رافض تماما أنه يبدأ الموسم دون مهاجم أجنبي جديد هتقول لي ما يوصبر يا كريم ما فيه دلوقتي صلاح محسن وفيه كهربا أخذ بقى إنه كهربا هيبقى ما أقوف كم مطشف في بداية الدوري فيه صلاح محسن وممكن تلاعب بير سيتاو مهاجم بما أن فيه ردة سليم دلوقتي ناحية اليمين ممكن تأيفها زي ما أنت عايز الراجل مش ناوي أي فا قال لك أنا أيفتها السنة اللي فاتت وعداني العيب وخدت لكم كل البطلات السنة دي مش هأيفه أنا عايز مهاجم الراجل على سرخة واحدة هتقولي مهاجم أنا عايز مهاجم اتصرفوا هاتوا المهاجم والموضوع بالنسبة له محسوم طيب هتقول لي ما يستنى فعلا ليناير هقولك المشكلة فين الأهلي لحد شهر يناير هيكون عنده إيه؟ هيكون عنده بداية قوية طبعا في الدوري مش عنده بطولة السوبر المستحدثة اللي هي فيها أربع فرق عنده الدوري الأفريقي البطولة الكبيرة جدا عنده مباريات ممكن تبقى في كاس مصر مباريات في السوبر المصري لو مش هيلعبه لو هيلعبه بطولة سوبر غير السوبر المستحدث عنده مطشاط وبطولات مهمة جدا جدا فالراجل طبعا مدرب مدرب ده بيفكر إزاي؟ هقولك بيفكر إزاي؟ هيقولك طب لو أنا صلاح محسن لعب وما كانتش موافق هعمل إيه؟ طب صلاح محسن وكهرباء لعبه والإنين ما كانوش موافقين أو لا قدر لها كان فيه إصابات أو إيقافات هعمل إيه؟ حطيت برستاو في الهجوم ما عملش اللي أنا كنت عايزه هعمل إيه؟ طب لما الأهل يخسر بطولات هتقوله مين اللي غلطان هتقول المدير الفني فالراجل متمسك وأحقاقا للحق أنا جنبه أنا معاه بصراح ليه؟ النادي الأهلي ما قدرش يجيب مهاجم الموسم اللي فات تفاكرين لا في أول الموسم ولا في يناير فالراجل استحمل لو تفتكر أول ما جاء أو في نص الموسم بعد ما يناير خلص وكان عمال يلقح ويلمح وإن يحقون عايزين مهاجم وإن المهاجمين اللي عندي ما ينفعوش وإنه 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 صح؟ ورغم كده الراجل كمل ونجح وحط بقصمته الفنية والتكتكية إن الأهل يكسب حتى لو ما عندوش مهاجم صريح حقيقي هتقولي الأهل ما عندوش مهاجم صريح حقيقي هم الشريف دا له هدف دا إيه وكهربا إيه وبرستاو إيه كلهم لعيبة عظيمة بس ولا واحد فيهم أصلا مهاجم لكلهم أجنح هم ما تأيفه يبقوا مهاجمين فمن حق الراجل يبقى معاه مهاجم خاصة الأهل عندو منافسات كبيرة وصعب عن سيت في المناسبة وأنا بعد دلاج البطراب بتاعت النادي الأهل اللي هيلعبها قبل يناير نسيت أهم مبطولة اللي هي كاس العام اللي هتلاقيها في ديسمبر اللي هو قبل فتح باب القيد في يناير فالموضوع صعب جدا الأهل حتى هذه اللحظة ما زال يضغط في ملف شو ستفه السوزة مهاجم فريق جينبوك الكوري ولسه عنده أمل أنه يحسم الأمر واللعب كمان بيضغط مع النادي الأهل يعني اللعب كمان عايز يروح النادي الأهل عشان ياخد مقابل مادي كويس النادي الأهل طبعا يبحث بداية أخرى بس القول الفاصل اللي قدر أقوله لك دلوقتي أن النادي الأهل مش هيخش الموسم الجديد دون مهاجم أجنبي جديد سمعت أنت الكلام اللي هو إيه هيمشي حاله باللي موجود هيكمل باللي موجود لحد يناير أنا بأكد لك أن ده مش هيحصل ده مش هيحصل دي جزئية جزئية أخرى في أخبار النادي الأهل وقت خص محمود عبد المنعم كهربا ماذا عن غرامة محمود عبد المنعم كهربا اللي المفروض يسددها لنادي الزمالك خلال الساعات اللي فاتت ده خبر برضو أتسمعه الأول مرة كهربا جهز المبلغ الخاص بغرامة نادي الزمالك اللي هو 2 مليون دولار بالكامل بالكامل كهربا خد قيمة الأعنات اللي هيقوم بتصويرها أو اللي قام بتصويرها في الفترة الماضية ويجمع بعض الأموال الخاصة وكمان المقدم التعاقد للأهل الدهول وقبل كده يعني لم شوية فلوس كويسة وبقت الفلوس جاهزة للسداد بس الفلوس جاهزة للسداد فروح يا عم حطهم في البنك ويديهم للزمالك لا الراجل هيدفعهم يوم 6 أكتوبر المهلة اللي مسموح أنه يدفع فيها الفلوس أو الغرام آخر مهلة يعني ليه 6 أكتوبر هي من ناحية تانية 6 أكتوبر هيكون باب الانتقالات في مصر تقفل فالنادي الزمالي مش عارف يرفع القد لو كان خد الفلوس دي كان يستفيد منها أنتوا فاهمين الدنيا بالدور إزاي حتى هذه اللحظة الراجل مجمع فلوسه ويدفعهم يوم 6 أكتوبر هتقول لي يعني خلاص أكيد هيدفعهم 6 أكتوبر أقولك بالرسمي آه بس في شغل محاميين يعني أنت ممكن تلاقي مثلا المحامي بتاعه راح جاب له فرصة تانية أو مهلة أخرى من الاتحاد الدولي فيتتأجل السادات بس حتى هذه اللحظة المعلن أنه لازم قبل 6 أكتوبر يكون مسدد الغرام وهو أصبح جاهز بالغرام جاهز يدفعهم إمتى؟ يدفعهم 6 أكتوبر ماشي نكمل أخبار النادي الأهلي والنادي الأهلي بدأ بالفعل يصرف التعديلات المالية الجديدة في عقود لعبيه خلال شهر أكتوبر اللي جاي وخلاص هو كان عدل بعض العقود والأزمة عنده مشكلة كان بعض اللاعبين أنهم عايزين ياخدوا فلوسهم بشكل سريع لتعديلات العقود بس الأهلي وعقدهم خلاص أنه 11 كل التعديلات دي هتنزل في حساباتهم في البنك اللعيبة اللي تعدلت تعقودها شناوي الشحات مرون عطيها محمد هاني أليو دينج دول كلهم المبالغ المالية الجديدة اللي فعقدهم هتتفعل في بداية الشهر اللي جاي على طول خلاص الأهلي جاهز بها طيب كمان مارس الكولر الموديل الفني للنادي الأهلي عمل أكتر من جلسة مع إمام عشور الفترة اللي فاتت تحديدا في معسكر النمس طيب إيه بقى قاعد مع إمام عشور بيقوله مش قاعد معاه قاعدة كده يعني قاعد معاه في الملعب تعليمات فنية إنت هتشتغلي إزاي الفترة اللي جاية مع الأهلي ومع البحث كده عرفنا إيه الحاجات اللي طلبها من إمام عشور حاجتين مهمين جدا والإتنين حاجات فنية جدا يعني سيب أجواء من الحاجات اللي هي كان قابل كده إدارة النادي الأهلي أو إدارة الكورة في النادي الأهلي مدير الكورة كان يقول إمام عشور ما تشتغلش على السوشال ميديا ما تعودش تتلعب في السوشال ميديا ما تقولش حاجات داي تبقى مستفزة دي حاجات ليه علاقة بالإدارة بتاعت فريق الكورة المسؤول عنه لاتيك كابتن خارج بيبقى قابله كابتن ساد عبد الحفيز لكن مارس الكولر في أمور فنية طلب منه حاجات معينة أول حاجة لو تفتكروا إمام عشور في أواخر أيامه مع نادي الزمالك كان بيلعب رقم 6 لعب ديفندر مكان طريق حامد أو في الأهلي مكان مثلا مروان عطية قال له لا أنت بالنسبة لي هتلعب تمانية بأدوار رقم 10 خد بالك لقالة بيلعب إزاي لقالة بيلعب أربعة ثلاثة ثلاثة وهقولك بالأسماء عشان تفهمني فيه واحد ستة اللي هو مروان عطية فيه أليو ديانج وكان فيه حامد فتحي ستة هو ستة راجل بس يعني قدام الخط أول واحد قدام الخط الدفاع معروف أدواره الدفاعية أكتر من أدواره الهجومية وفيه أليو ديانج لاعب رقم 8 بيشارك في الهجوم بس على استحياء بأدوار دفاعية أكتر وفيه لاعب تاني اللي هو حامد فتحي بيشارك في الأدوار الهجومية بشكل أكبر وأدوار دفاعية أقال وعشان كده لما حامد فتحي مشي كان اللي بيلعب الدور ده محمد مجدي أفشي إنه بيلعب أدوار هجومية أكتر وأدوار دفاعية أقل إمام عشور هيبقى الدور ده دور حامد فتحي أو دور محمد مجدي أفشي اللي هو 8 بمواصفات رقم 10 يشارك في الهجوم طيب دي جزئية الجزئية التانية إنه في التدريبات في المعسكر كان بيخلي الناس اللي كانت موجودة هناك قالولنا يعني إنه إمام عشور يشوت من كل مكان في الملعب وده ناحية الشمال قال له يشوت من هنا وده قدام المرمى قال له يشوت من هنا وده ناحية اليمين قال له يشوت من هنا وده كانت نقصة في النادي الأهلي شوية الناس اللي بتصوب من الخارج بشكل فيه ضقة كبيرة وإمام عشور دي واحدة من أكتر مميزاته والراجل بيشتغل عليها إنه يطورها كمان إنه مش بياخد الميزة وخلاص لا ده بيطور الميزة دي في المعسكر المقام حاليا في النمس طيب نكمل أخبارنا ولكن بعيد عن النادي الأهلي نروح لمحمد صلاح محمد صلاح زي ما قطركم مبارح الأمور بالنسبة لفريق اتحاد جدة السعودي الأمور مغلقة ده بحسب تصريحات يورجان كلوب بحسب تصريحات سوبسلاي مبارح بحسب ما ينشر في الصحافة الإنجليزية إنه الراجل مكمل مع ليفربول ومش يمشي رغم العرض اللي وصل لـ 150 مليون دولار أو يورو يعني للنادي الإنجليزي من اتحاد جد خلاص الموضوع ده مقفول ماشي بس صحيفة ديلي ميل الإنجليزية واسعة الانتشار طبعا نحن من أكبر الصحف في العالم قالت النهاردة إن فيه تحركات سرية من جانب نادي الاتحاد السعودي عشان يضغطوا على ليفربول ومحمد صلاح من أجل التوقيع للفريق خلال الساعات القليلة القادمة صحيفة بتقول إن وافد سعودي كان موجود من يوم السابت في لندن عشان يقنع ليفربول ومحمد صلاح بالصفقة كلام حسب ديلي ميل يعني الإنجليزية إن العرض ممكن يوصل لـ 200 مليون يورو لليفربول رقم خرافي رقم صعب رقم مرعب رقم يخوف يعني فاهم اللي هو تقعد تقول يا أنحر يسفو الدماء كده ليفربول ممكن يوافق فاهم يا خبره بيض هيوافق ولا إيه تمام ومرة أخرى زي ما قلت لكم خلال اليومين اللي فاتوا الحكاية مش إنه صلاح يمشي من ليفربول ويروح للتحاد السعودي فهنبقى زعلانين عشان هو راح للتحاد السعودي الدوري السعودي بقى دوري قوي جدا في لعيبة كبيرة جدا في دوري جذب لي لعيبة كبيرة جدا ونادي للتحاد الدوري محترم جدا ومازال على زمته 2 لعيبة مصرين أو كان يعني بيلعبه أحمد حجازي وبطارق حامد مع الفريق بشكل رائع جدا المسلم الماضي وكانوا لهم دور عظيم في فوزهم بالدوري السعودي بس إحنا عايزين لعيبنا المصري العظيم ده محمد صلاح الأسطورة ده بيبقى موجود في أكبر دوري في العالم اللي هو الدوري الإنجليزي مع فريق زي ليفربول اللي يبدل يواصل إنجازاته فهمين الحكاية تمشي إزاي؟ بس توقعي إنه بنسبة 95% وربما يزيد صلاح مكمل مع ليفربول توقعي حتى لو العرض زاد حتى لو العرض زاد بتاع التحاد جد على قل الموسم ده ممكن الموسم اللي جاي تبقى الأمور مختلفة طيب ما يعبر الهاتف الآن إدواردو جورانجو أو عبر زوم إدواردو جورانجو الصحفي السابق بكاية أس الأسبانية وحاليا هو مدير تحرير جريدة لازورن الأسبانية وهو واحد من الصحفين يعني اللي يعرف محمد صلاح جيدا أو يعني المهتم بأخبار محمد صلاح بشكل كبير جدا إدوارد مساء الخير شرفني ونوارنا على التلفزيون المصري برنامج رقم عشر أشكرك على هذا الترحيب كل الشرفلي اللي تواجدي معكم اليوم في رأيك ما يدور حول انتقال محمد صلاح إلى اتحاد جد السعودي هل تتوقع انتقاله إلى الدوري السعودي أم الانتظار أو البقاء مع ليفربول لموسم آخر لدي معلومتين محمد صلاح صرح ان صلاح سيبقى في ليفربول ولكن على جانب آخر سمعنا عن الوفد الذي وصل للتفاوض مع صلاح ويتردد أن هؤلاء هذا الوفد عازم على إقناع صلاح بالانتقال للاتحاد جد آه دي معلومة نهارده كمان نشرت عبر ديلي ميل الانجليزية هل تتصور أنه ممكن الاتحاد جد يوصل بالعرض لمتين مليون يورو فعلا لي شراء محمد صلاح ولو وصل لمتين مليون يورو هل تتوقع موافقة ليفربول على هذا العرض آه موافقة ليفربول على هذا العرض فعلا أنا أتحدث مع أصدقائي في السعودية هناك ضغط كبير ورغبة كبيرة للحصول على صلاح كلعب في الاتحاد وهناك جهد كبير مبزول في هذا السياق ولكن اللاعب وزملاء صراحوا أنه باقي في ليفربول ولكن من يعلم ماذا نسمع بعد ذلك ربما ينتقل ولكن الآن الخبر الرسمي الذي وصلني هو أن صلاح يريد البقاء في ليفربول ولكن المفاوضات لم تنتهي بعد وهي مستمر في رأيك لماذا لم ينتقل محمد صلاح قبل تجديد تعاقده مع ليفربول لريال مدريد أو برشلونة في أسبانيا علما وأنه من الدوريات اللي كان بيحبها محمد صلاح يتحدث دائما عن عشقه وحبه لأحد الناديين سواء برشلونة أو ريال مدريد لماذا لم يتفاوض برشلونة أو ريال مدريد لضم صلاح في لقائي مع صلاح قال لي أنه لديه رغبة كبيرة في اللعب في مدريد أو برشلونة ولكن الموقف الاقتصادي في برشلونة صعب ولا يسمح بتغطية تكلفة صلاح وبالنسبة لريال مدريد كان رهان أكثر على فينيشيوس ولكن الانتقال صلاح إلى ريال مدريد أو برشلونة ربما يكون خيار ولكنه غير متاحك الصادية طيب في لقائك السابق مع محمد صلاح وأصبحت مكرر منه في إطار هذا الحوار هل تتوقع أنه صلاح ممكن في ظل إغراءات مالية كبيرة في الدوري السعودية أو من التناديد للاتحاد تحديدا يقبل الرحيل عن ليفربول لو القرار بيده حينما كنت مع صلاح أعتقد أنه يقدر أكثر الرياضة أو الجانب الرياضي بالطبع الجانب الاقتصادي مأخوذ في الاعتبار ولكنه ينظر أكثر إلى الجانب الرياضي هو شخص صاحب مبادئ وانتماء أكرر أن في السعودية تتردد أن المفاوضات مستمرة ولكن الصلاح أكد أنه سيبقى في ليفربول هناك فرص مادية عديدة ولكن الحصول على ضعف الأجر وعدم الشعور بالرضى لا يناسب شخصية صلاح عايز ألك سؤال يخص الدوري السعودي بشكل عام هل توقع أن الدوري السعودي أصبح منافس كبير للدوريات الأوروبية أم ما زالت الدوريات الأوروبية الكبيرة الخمسة الكبرى محافظة على مكانتها كدوريات العالم كله يهتم بها سألت هذا السؤال بالأمس لمديري لكن في الوقت الحالي ربما لم يبلغ الدوري السعودي مستوى المنافسة ولكن في المستقبل ربما يدخل دائرة المنافسات ربما تزداد التعاقدات في يناير ولكن دعنا نرى ماذا تكون الجابة على هذا السؤال في شهر يونيو القادم المشروع الذي تتمنى السعودية مشروع مصير للاهتمام ولكن الأمر يحتاج إلى الوقت ويعتبر يعني يتوقع عن تحدث هذه المنافسة في المستقبل طيب في سؤال سايبه لي الختام وهو سؤال في كثير من الفضول مني شخصيا يعني كيف أجريت هذا الحوار مع محمد صلاح كيف حصلت على موافقته ما هي كانت كواليس هذا الحوار الشاي الجد لم يكن من السهل الوصول أو الحصول على مقابلة مع صلاح عملت لقاءات مع كربخال ولعبين آخرين ولكن كان من الصعب اللقاء صلاح اللقاء معه والحديث مع صلاح كان حديثا عميقا أعتقد أنني سأشتق إلى صلاح في أوروبا إذا ذهب إلى السعودية لا أعتقد أن المال هنا هو العنصر الأساسي شخصيا وببساطة كشخصية وكريادي أبهرني الحديث معه وتحدثنا في كل الأمور التي رغبت بالحديث فيها هو لعب عندما أعتزل الصحافة أعتقد أنني سأندم على عدم رؤية صلاح يلعب في أسبانيا ربما أنا لست سعيدا ألا أرى صلاح لعبا في أسبانيا أنا بشكرك شكرا جزاء على هذه المداخلة وهذا الحوار إدواردو جرناجو الصحفي السابق بكية أس الأسبانية وحالية مدير تحرير جديد لازورد الأسبانية أنا بشكرك شكرا جزاء على هذه المداخلة طيب نكمل أخبارنا ولسه نكمليين مع محمد صلاح محمد صلاح قائد منتخبنا الوطني وصل اليوم إلى دبي لقضاء أجازته قبل الانضمام لمعسكر منتخب مصري يوم 9 سبتمبر الجاري اتفق صلاح مع فيتوريا على راحته من مباراة المنتخب الأثيوبي الأولى يوم الجمعة القادمة زي ما حرادكم معارفين وهيشارك إن شاء الله في ودية تونس يوم 12 من نفس الشه أجازة سعيدة يا أبو صلاح أجازة سعيدة خبالك إنه صلاح عنده بيزنس عنده بيزنس في دبي وعنده بيزنس في انجلترا وعنده يعني بيستغل أي وقت فاضي احنا بس بنتعامل مع صلاح يا عم انت رايح أجازة لا ممكن يبقى راح شغل عادي جد ممكن يبقى راح شغل مع الضغط الكبير اللي عليه في كرة القدم يعني ماشي منتخبنا الوطني قد كمان مرانو الأول في السبع مساء اليوم بستداد القاهرة الدولي استعادة للمباراتي أثيوبيا وتونس شهد المران مشاركة 24 لا مين بقى اللي شاركوا في المران النهاردة محمد الشناوي محمد صبحي محمد أبو جبل محمد هاني وعمر كمال عبد الواحد وحمد رمضان بكهم وعلي جبره ومحمد عبد المنعم ومحمود مرعي وحسام عبد المجيد مع محمد حمدي وحمد فتوح وطرق حامد ومرار عطية وسام مرسي وحمدي فتحي ومحمود حمادة ومحمد رضا بوبو واحمد مصطفى زيزو مع مصطفى فتحي وابراهيم عادل ومصطفى محمد ومحمد شريف وأسامة فيصل سام مرسي اكتفى بأداء تدريبات تأهلية وحضر مران منتخب مصر النهاردة في نفس الإطار يعني كابتن حازم إمام أدو مجلس دارة اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب الأول وأيضا كابتن محمد بركات أدو مجلس دارة اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب الأولمبي ده فيما يخص منتخبنا الوطني أما فيما يخص نادي الزمالك ونادي الزمالك لديه العديد والكثير من الأخبار المهمة كابتن عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك طلب من اللجنة اللي بتدير نادي الزمالك في الفترة الحالية أنها تصرف رواتب الجهاز الفني عن شهراء يونيو ويوليو وأغسطس اللجنة طلبت منه أنه يأجل مؤقتا هذا الأمر بسبب الأزمة المالية حسنا نتكلم الأجانب في الزمالك خدوا فلوسهم المصريين ما خدوش فلوسهم لسه من سعب ما اشتغلوا بالمناسبة دي برضو حاجة صعبة جدا جدا ماشي القصة بتاعته 25 ألف فرانك الزمالك سددهم خلاص للمحكمة الرياضية عشان ما يتمش اسقاط الاستناف في قضية خالد بودهايب ويتم تحويل المبلغ على طول النهاردة الحد عشان يبقى الزمالك ما يبقاش عنده مشكلة انه يضطر يسد تلاتة مليون دولار الغرامة على النادي بسبب اللاعب خالد ده أبو طيب سهلين دول سهلين دول يعني يعني دول اي حد هيفوك جيبه هيتفاهم بسيطة يعني تعدي مش أنا يعني عشان بس هاتش يقول هيتفوك جيبه 25 ألف فرانك ورده رقم يعني مش أوليل سأصد بالنسبة لنادي الزمالك يعني حتى لو في أزم الملايين الرقم ده أوليل ماشي اللاجنة السلسية اللي بتدي لنادي الزمالك في الفترة الحالية بتبذل محاولة أخيرة مع نادي سبورتين لشبونة البرتغالي عشان يقصته مبلغ الغرامة الموقع على النادي الزمالك شايف انه يقدر يدفع ربما يقدر يدفع عشان برضه يبقى الكلام واضح مليون دولار دلوقتي وبعد كده يدفع 500 ألف دولار في وقت لاحق يعني هم دلوقتي اللي جاهزين من رجال أعمال وناس وبتدعم وكل الكلام دا كله مليون دولار فالزمالك بيحاول مع سبورتين نشبونة ندفع مليون دولار دلوقتي وال500 ألف يبقى لك سبورتين نشبونة بحسب معلوماتنا في الفترة الماضية وبحسب المعلومات الخارجة بالنادي الزمالك انه قنرافد يقصت اي حاج لعله وعسى لما يشوف المليون دولار كاش يقول لك خلاص مش مشكلة نستحمل ال500 نستنىهم بعد شوية يا رب يا رب عشان الأمور في الزمالك تهدى والأزمات تتحل لجنة الزمالك كمان وعدت لعبي الفريق ان هم يديهم جزء مستحقاتهم المالية قبل ما يسافروا لمواجهة فريق أرطا سولار الجيبوتي يوم 16 من الشهر الجاري في تنزانيا لو الأمور دي حصلت الأمور تهدى برضو بالنسبة للعبين خد بالك بص تشايف هنا بحكي معك في أخبار الزمالك أزمة هنا وأزمة هنا وأزمة هنا وأزمة هنا في كل حتة في أزمة دلوقتي كلها متعلقة بالأمور المالية فالله يكون في قون اللجنة اللي بتدير دلوقتي الله يكون في قون المجلس القادم طبعا بس المفروض الكل يشتغل ويتعب ويكتهد عايز يلعب هو ما بيخدش مستحقاته ولا فيه مدرب عايز يشتغل هو ما بيخدش مستحقاته ولا فيه نادي يرافع عضي هيزبر على مستحقاته والأمور كلها معقدة نفاهم ومتفاهم بس لازم الكل يشتغل بقلبه جدا الفترة اللي جاية في نادي الزمالك أعتقد يعني ماشي الزمالك كمان بيستبعد خلاص حمدي علاء من معسكر الفريق اللي بدأ عصر الاثنين قطع على تدريبات يومين وبعد كيه يرجع وبعد كيه يستبعده يعني هو مش عايز يكمل مع الزمالك وفي الغالب الزمالك كمان مش محبز أقول أنه هو يكمل وبالتالي هو اللاعب أصبح قريب جدا من النادي المصري البورسعيدي ولعب وسط كويس جدا جدا يعني بقى بالترشح الانتخابات الانتخابات نادي الزمالك فتح النهاردة وخلاص تقدم ليه الترشح كريم عادل عبيد عدو الجماعية العمومية على منصب أمين الصندوق وكمان أحمد عفيفي ورجب رواش وأحمد فودة نصير على منصب العضوية فوق السن الانتخابات أو فتح باب الترشح الانتخابات تم فتحه في العشرة صباح لسنين 4 سبتمبر والزمالك هيفضل يتلقى هذه الطلبات لمدة سبعة أيام متتالية 8 ساعات في اليوم سبعة أيام اللي عايز يترشح يتفضل عايز يترشح في نادي الزمالك يتفضل بس يكون ناوي يعمل حاجة لنادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك ماشي طب احنا عارفين الأزمة أزمة المنعة من القيد اللي اتعرض لها نادي الزمالك الفترة اللي فاتت صح؟ دي مش حاجة دي ده مش بقول لك أنا خبر بيحصل بقى في كرة القدم هو اللي بيحصل في كرة اليد كوبي بيست بالزبط ازاي؟ الزمالك دلوقتي في كرة اليد ممنوع أن يقيد صفقاته الجديدة أو حتى اللاعبين اللي عقدهم خلصت وجدد ليهم وعلى رأسهم مين بقى؟ اللاعبين اللي عقدها خلصت وجدد لهم همش قادر يقيدهم كمان مين بقى على رأس اللاعبين دول يا أولاد؟ أحمد لحمر الاسطورة أحمد لحمر طيب الحكاية الحكاية أن الزمالك عليه مستحقات قديمة وكمان مستحقات عن الموسم الجديد للتحاد اليد بقيمة كام؟ بقيمة سبعة مليون وسبعمائة ألف جنيه ده غير كمان مستحقات اللاعبين المتأخرة عن الموسم الماضي اللي خلت بعض اللاعبين تعمل شكوى جماعية ماشي ده جانب شوف بقى الأزمة لسه مكملة في كرة اليد المدرب السابق الأسباني ماتيو ماتيو جرالدا كمان قدم شكوى ضد نادي الزمالك في الاتحاد الدولي والمحترف الأرجنتيني اللي كان بيلعب كمان في الزمالك جيمس باركر قدم شكوى للاتحاد الدولي عشان الاتحاد الدولي بدوره بدوره يطالب الاتحاد المصري بالتحقيق في الموضوع ومنع نادي الزمالك من المشاركة في أي بطولة خارجية لحين سادات المستحقت طيب احنا وقفين فين الدوري المحل يعني بدأ يوم الجمعة اللي فات الزمالك لعب أول مباراة قدام فريق المعادي بكم لاعب يا أولاد بعشر لاعبين بس بس دول اللي سمح اتحاد اليد بقدهم من القائمة القديمة فقط دون الصفقات الجديدة أو اللاعبين اللي جددوا قدهم الزمالك عنده مباراة جاية يوم التلات في الأسكندرية مع سموحة ولسه الأزمة قائمة قائمة جديد إن الزمالك بعد خطاب الاتحاد اليد بيطلب فيه موافقة الاتحاد على استخراج كرنيهات باقي اللاعبين وبيطلب من الاتحاد جدولة المستحقات الاتحاد اليد حتى هذه اللحظة رافد الجدولة خاصة إنه ما فيش أي مقترح من نادي الزمالك على أرض الواقع يعني الزمالك بيقول له جدولي وقول لانت هجدول إزاي هو اتحاد الكورة اليد مستنم للزمالك يقول له والله يا جدولي شهر كذا شهر كذا شهر كذا هندفع الفلوس ده اتحاد الكورة اليد ملقوش من نادي الزمالك ماشي هل المشكلة في الدوري بس لا المشكلة مش في الدوري بس ده فيه كمان مشاركة للزمالك في بطولة أفريقيا الأندية أبطال الدوري هتقوم فيه الكونغو برازافيل بداية من 27 سبتمبر الجاري إن شاء الله الزمالك لو ما توصلش لحلول جزرية مع المحترف السابق ومدربه الأسباني السابق اتحاد اليد مش هيصفر الزمالك للبطولة الأفريقية بناء على قرار الاتحاد الدولي ودي طبعا هتبقى مشكلة كبيرة كبيرة وصعبة الزمالك ملعبش بطولة أفريقيا الزمالك اللي يفتخر دايما بفريق كرة اليد عنده الزمالك اللي دايما عنده فريق كرة يد يشرف كرة اليد المصرية في كل البطولات الدولية عنده أزمة ممكن تعيقوا انه يشارك في البطولة الأفريقية وطبعا بتعيقوا دلوقتي في الدولي المحلي وسبحان الله الأزمات كلها بتيجي مع بعض والله يكون فعون جميع النادي الزمالك والله يكون فعون بصراحة أسرة كرة اليد في نادي الزمالك الناس دول رجالة جدا دايما بيشتغلوا في ظروف صعبة لو أنت كنت شايف ومرائب كمشجع للظروف الصعبة اللي بيقاشها فريق الكرة كرة القدم في النادي الزمالك فأضعفها بتحصل في كرة اليد في نادي الزمالك سواء مستحقات متأخرة سواء أزمات زمال اللي قدتلكم دي كلها وتفاصيل كثيرة وصعبة جدا ورغم كده الناس بتحاول تأدي وتشتغل وتجتهد انها تحقق حاجة لناديها معي عبر الهاتف الآن لكابتن أحمد رمضان المدير الفني لفريق كرة اليد بينادي الزمالك كابتن أحمد مشرف ومنور حبيبا ربنا عزك أنا سامع المقدمة مقدمة كبيرة أوي وأحصيات عرفها بتكلم في نقطة هامة جدا احنا بقنا دلوقتي المشكلة اللي احنا فيها دي مترقمة في الاتحاد اليد المدينية احنا بقنا دلوقتي المشكلة دي بقالها 30 سنة اللي قد دفعنا بوز ودونا كرنهات جاءت مشكلة الرجل ماتيو عشان ما كانوش عاوزين يطلعونا البطولة العربية طلعونا له 63 ألف دلار والكابتن حمد كان سالف منه حوالي 30 ألف دلار فكان مسحات كلها بتاعته 93 ألف دلار فالكابتن حمد قال خلاص 30 ألف دلار بتوعي أنا خلوم في النادي دلوقتي بس نجده 63 ألف جنيه 63 ألف دلار عشان نلعب البطولة العربية صحيح والدهالو والإعادنا البطولة العربية واللي حصلت في البطولة العربية وعدم النظام وعدم الإزام والحاجات دي تبصلتنا اللي احنا فيه برضو دام احنا كده في البطولة العربية تم يا جماعة عاوز باكليفت صريح عاوز باكريت عشان تبع تريحة للأحمر وباكليفت تعويضة اللي حسن أبداح أو الدرع صح الفلوش كتيرة مش هنقدر مش هارفية يعني تفاصيل الواحد ما يتكلمش فيها عشان أصلا الواحد بيزعم بطولة سهلة زادت رحت مننا حاجة تانية دلوقتي جينا في الدوري الكابتن حمدى عباري قال لهم يا جماعة لازم الفلوش تتدفع لان احنا كده هنرجع هنلعب الدوري مش هدونا الكرنهات عشان نلعب الدوري واللي حصل الكابتن حمدى قاله حصل أنا دلوقتي مديني عشر كرنهات للدرجة الأولى وعشر كرنهات لألفين واربعة وعشر كرنهات لألفين وستة طيب العشر كرنهات أنا مش مخترهم هم 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 مخترهم لي منهم جنين وما عنديش ولا بقريت ولا ونجريت هم يعني كنه نص ملعب متشل كده مشلول من غير من غير عشوار وعندك أكرم يسر كمان ولوكا مصابين ولوكا من العشرة يعني أنا دلوقتي معايا دلوقتي حالين هلعب مطش بكرة مطش تموحة هم ثمانية منهم التون حراس ماربع ده مشكلة ها واخذ مساعد خمسة من الفين واربعة هم طيب الالفين واربعة آخر مباراة يلعبوها معايا اللي هو بقرة هم لأنه هيلعب مطش له في الفين واربعة يوم الأربعة فمش هينفع يلعب معايا يوم الجمعة هم لو فضل الموضوع ازي ما احنا كده هم يبقى أنا مش هعرف أصلا هكمل يذكر في الملعب يا دي مشكلة كبيرة طب هلأ عدتوا طلبتوا من التحدي كورة اليد تأجيل مبارااتكم في الدوري طلبنا قالك لا مش هنأجل عشان أكيد المنتخب يبقى فيه ارتباطات بنخلص دوري عشان المنتخب عنده تجمع أو أي حاجة فهم عاملين يعني جدوى يعني نظام كده في الاتحاد يعني أكيد في الوقت ده مش عاوزين يأجلوا عشان المنتخب فيه ارتباطات له ولا حاجة طيب كابتراحمد انت شايف المفروض يحصل في عون اللجنة لمسكة دلوقتي كلها كركبت على دماغهم بصراحة يعني إذا كان طايرة ولا بسكت ولا هندبول ولا ختم مش عاوزين يحلوا هنا ولا هنا ولا يجروا هنا ولا يجروا هنا أنا شايف لأن مصلحة البلد مصلحة منتخب مصر قد من مصلحة منتخب مصر يبقى أنا عندي لعيبة في منتخب مصر بتتمرن وما بتلعبش اللعب ده مش هتضر لا كلها هتضر بس أقول لك حاجة بصراعة كبتنا أحمد عشان أبقى أمين برضو وأنا بتكلم معاك هو طبعا يهمنا لعيبة ناجي الزمالك والزمالك هيبكى واحد من أهم أهم فرق كرة اليد في تاريخ كرة اليد المصرية وإنجازات عظيمة وكبيرة وبيطلع لمنتخب مصر لعبين كبار وتاريخيين بس في نفس الوقت أكيد إحنا عايزين النظام يبقى نظام يعني لو فيه مستحقات متأخرة الدفع لو فيه شروط معاينة تتعامل لو 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 الحاجات دي لو اتعاملت عشان أنا دايما بس أنا حتى وأنا هنا في المكان ده أنا عايز أقول دايما أنه مصلحة منتخب مصر وطبعا مصلحة منتخب مصر أولا وأخيرا بس في كل أحوال إحنا لازم كلنا نراعي النظام بشكل صحيح مئة في المئة تتفق أم تختلف طيب إحنا دلوقتي نادي الزمالك ده مش نادي حكومي طبعا والاتحاد ده مش حقوق تابعة الحكومة ومين اللي بيدير النظام ده كله مش وزارة الشباب والرياضة وإحنا يعني في ظرف استثنائي يعني مش إحنا نادي الزمالك مش هيطير هو هو فيه ظرف استثنائي مفيش مجلس وفيه لجنة والدنيا مكركبة طبعا نلعب اللعيبة أو نجدول أو نساعدونا بس شعورين عبال ما يحصل انتخابات طبعا هل الاتحاد كورت اليد رد عليكم في موضوع طلب الجدولة ده أو لا مردش أنا والله أنا الموضوع ده مع الكابتن حمادة الكابتن حمادة قاعد في المجاش معاهي سكندرية ها هيروح بكرة طبعا احنا بنعرض خطاب بنعرض خطاب الرد بتاع اتحاد الكورت اليد ده خطاب الزمالك عفوا خطاب الزمالك لاتحاد كورت اليد بطلب الجدولة يعني ها ها فهو كابتن حمادة هيروح بكرة الاتحاد عشان يحاول يشوف هنتواصل ازاي وجيب الكرنهات اللعيبة لو طلع الكرنهات انا قلت اللعيبة ستان دي باي ان ان شاء الله تيجوا تلعبوا المباراة ان اسكندرية مش بعيدة يعني ساعتين ونص بعرباتهم هيجوا بسرعة طيب المواقف بالنسبة اللي بتويت افراك الشهر القاضم ان شاء الله يا كابتن حمادة انا لو فضلت كده يعني بالمنظر اللي انا فيه ده انا معنشان بطولة افريقية ليه لان المطشط دي اللي انا بالعبها في الدولة دي دي اعداد للبطولة افريقية هل معقول ان اللعيب قاعد بيتمرر واقعد في بيته وما بيلعبش ايو بقى جاهز ايو مش ايو بقى جاهز ما اروحش انا بطولة افريقية ادفع 3 مليون ولا 4 مليون جنيه ولا 5 مليون جنيه واتكلف وبعد كده ادفع اقصر البطولة انا كده بطل بطل البطولة افريقية اللي بحثتان في الاهلي والاهلي اوخذها في الاخر هنقابل بعض في الصوبة صحيح ربنا يكرم ربنا يكرم ان شاء الله والفرقة عشان تتمرن مع بعض وتلعب مع بعض لان انا دلوقتي بلعب بكرة هلعب بكرة الناس اكثر منوص الفرقة مريحها الفرقة اللي هتلعب هريحها اللاربة وهمرن الفرقة التانية ما نعبتش انا مش عادف امشي ازاي الله يكون في العون يا كابتن احمد كابتن احمد رمضان المديل فني لفريق كرة اليد بنادي الزمالك انا بشكرك شكرا جزيع لهذه المداخلة ومن القلب فعلا والله الله يكون في العون ظروف صعبة جدا جدا نروح لنادي بيرامدز بيرامدز تقدم بشكوى رسمية لاتحاد الكرة ضد نادي الزمالك للحصول على باقي مستحقاته المتأخرة نظير بيع سنائي دونجا وعمر جابر لالقلع البيضاء تضمنت الشكوى ان الزمالك منح بيرامدز مقدم للحصول على خدمات اللاعبين لكنه ما سددش باقي المستحقات يا الله الزمالك مش عارف يجيبها لا من برا ولا من جوه كله ورا نادي الزمالك بس بالمناسبة انا متعاطم جدا مع نادي الزمالك اتمنى ان الزمالك الامور تتحل كلها سواء في فريق كرة القدم الرياضية بس ده ما يمنعش ابدا البيرامدز مثلا عنده حق فياخده سبورتليشبونة حتى اللي ما نعرفهمش يعلي حق ياخده لاعب زي ما احنا بنقول مثلا انه الزمالك اللي حق عند الكهرباء ياخده الحق حق انا انت ممكن تتعاطف تقول الله يكون الله يكون في العون بس مش هتقول انه هو مش حق يعني اخطاء طبعا كثيرة جدا ممكن تكون وصاية الزمالك ده بس ان شاء الله الامور تتعدل الفترة اللي جاية عشان الامور ما ينفعش تطول اكتر من كده في نادي الزمالك وزي ما قلتلكم من بارح اتمنى من القلب كل واحد هينزل يترشح لانتخابات نادي الزمالك يكون عنده حاجتين اولهم انه بيحب نادي الزمالك بيحبه بشكل حقيقي يعني وكلنا انا ممكن اطلعه اقول لك انا بحب نادي الزمالك جدا بس ممكن اكونش يعني عادي الزمالك بالنسبة لي عادي فمش يبقى كلام انت تكون بتحب نادي الزمالك تراجل منتمل نادي الزمالك ده واحد اتنين وده الاهم بالنسبة لي ممكن انت بالنسبة لك كمشجع للزمالك انه اهم حيكون بيحب الزمالك انا بالنسبة لي كراجل متابع وشايف انا بالنسبة لي اهم حاجة انه يكون راجل بيعرف يدير راجل بيعرف يشتغل على موارد النادي راجل بيعرف يكسب نادي الزمالك يكسل نادي الزمالك فلوس مش بس بطولات اه طبعا البطولات بتجيب بالتالي فلوس وأمور مالية بس بس كنا نراجل عنده فكر راجل عنده فكر وانا ازاي ما قلت لكم مبارح ما ينفعش الزمالك يكون بيخسر مش منطقة يا جماعة سيبك بقى من 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 الكلام بتاع جمهور الكورة لا يا عم يخسر يا عم عادي ما ما بيكسبش فيخسر واحد يقول لك لا ما اصلا ما بيشتغلوش فيخسر الزمالك عنده جمهور بالملايين لو تعاملنا مع الزمالك ده انه منتج انه براند فلاني يبقى عندك ملايين الناس اللي بيحبوا البراند ده فلازم تكسب لازم تكسب بكون الزمالك بيخسر دي تبقى حاجة اصلا يعني ضد اصلا الافكار الاقتصادية كلها وافكار التسويق كلها ما ينفعش يبقى في حال غلط فاتمنى الناس اللي جاية وانا قلت الكلام نباره هفضل قرار الحد من الانتخابات تخلص وبالتالك بعد الفاصل هشرفني وينورني الاعلامي الكبير كريم حسن شحاتة مدير الكرة بنادي البنك الاهلي خليكم معنا اعلم بحضراتكم مرة اخرى يشرفني وينورني في هذا الفقرة الاعلامي الكبير كريم حسن شحاتة مدير الكرة بنادي من البنك الاهلي انا قلت البنك الاهلي واحد من الاشخاص اللي انا بعتز بيهم واتشرف جدا ان هو موجود معايا النهاردة دائما له طلب مميزة دائما محبوب من الجميع رغم انه راجل مفروض من اسرة عظيمة كبيرة اسطورة كرة القدم في نادي الزمان كابتر حسن شحاتة وبالتأكيد هو منتمن نادي الزمالك لكن دائما هو محبوب من الجميع دائما رأيه محترم رأيه فيه حياة كبير جدا ما عندوش الالوان والحاجات اللي احنا دائما بنتكلم عنها لشان كده ببقى سعيد جدا وهو موجود معايا النهاردة كابتن كريم منور مشاهرة الله يخليك كريم حبيبي وانا اللي ببقى أسعد وانا معاك ويعني دائما انت متقلق وانا ببقى مبسوط جدا وانا معاك يعني وامتابعك دائما يا حبيضة شرف كبير الله يخليك كريم طب بس انا عايزة ابدأ قبل ما اروح للبنك الاهلي والشغل المعمول في البنك الاهلي واحنا متابعين مع بعض من السنتين اللي حصل في البنك الاهلي منذ توليك مهمة مدير الكرة في البنك الاهلي وتطور اللي حصل فيه بس انا عايزة ابدأ الاول بالاعلام تمام والجمل انا كنت بقولها من شوية انه دائما الناس تصنى في الاعلام اهلاوي او زمالكاو وانت اكيد عنيت من دا واكيد سمعت كلام قد كده وانت مهما قلت كلام كويس عن الاهلي او قلت كلام في عدل عن الاهلي لانت راجل زمالكاوي مع السنين والخبرات الطويلة والتراكمات الناس بدأت تحط في دماغها لا الراجل دا محايد ما هو انت شغلك انت اللي بيخلي الناس تحكم عليك انا طبعا زمالكاوي مليون في المية مولود في نادي الزمالك ومتربي في نادي الزمالك والدي كابتن حسن شهاية وبعشق نادي الزمالك وحتى وانا صغير كنت يعني متعصب جدا جدا وبروح نزمار الزمالك في كل حتة بقى مش في الكرة بس في الباسكت والطايرة والهندبول وبعد اللعبت في الناشئين زمالكاوي لا بحب الزمالك جدا بس طبعا لما دخلت الاعلام الامور مختلفة انت بتوعد قدام الشاشة سواء بقى في ازاعة او في تلفزيون الناس بتتفرج عليك انت مش بتتفرج عليك زمالكاوي بس انت بتتفرج عليك جميع الانتماءات وجميع الجماهير الاندية المختلفة صح فعشان الناس تتحبك وتتصق فيك وتتصدقك وتحب تتفرج عليك لازم تبقى انت بتاع كله مصبوط بنسى انتماءتي تماما على الشاشة يعني اكني انا زمالكاوي برا الشاشة او بورى الميكروفون ومن ساعة ما اخدت قرار لنا ربنا كرمني وبقت يعني في الاعلام من 2008 قلت لا انا لازم اشتغل الاعلام للإعلام هو اسمه اعلام اعلام يعني انا باعلم المتلقي اللي قدامي المشاهد او المستمع ببعلومة بتحليل مطش بلقاء بمدخلة بضيف باخبار عشان اللي قدامي يستفيد ويستمتع ان احنا البرنامج بتاعنا الرياضي ده الاستمتاع ايوه يعني احنا بنقعد قدامي تلفزيونها دايما حتى ما بحبش ادشش كتير في الكلام بيبقى عندي انترو بس دايما انما بلاقي فيه مطشاط بتلاقي البرنامج كله تحليل ايوه كورة بيبقى اهداف بالزبط كده حتى لو عندي رايتس في الحاجات العالمية بحب الكورة عايز الناس تبقى قدام تلفزيون بتتفرج على كورة انا سايبك تسترسل بس في نقطة التوتاقة انا ماسك فيها عايز اماسك فيها جامد يعني انه الكورة اللي استمتاع طبعا احنا لو تفتكر من بدر يقولك ايه البرنامج الرياضي يعني قضية يعني مشكلة يعني مش عارف ايه ومنقشة دايما حتى معنى زبائل هنا اقول لهم احنا عايزين ندي الناس مادة مسلية مادة ممتاح احنا بنتكلم في الكورة ومنتكلمش في حاجات لا ده جزء اللي انت بتقوله ده جزء يعني القضية او المشكلة انت بتناقشها ممكن في خبر في مداخلة بس بتبقى شوال برنامج في رأي الشخصي البرنامج فقرات كتير ولازم تبقى رتم سريع وفيها الرياضة نفسها اللي هي مشكورة على فكرة بس يعني تأكيد زينا كلنا بنحاول نجيب كل الالعاب عشان تعرف مشبع رغبات الجميع جميع كل واحد ليه بيحب لعبة معينة صح فبتبقى في حدث مثلا منتخب مصر مشارك في بطولة عالمية بطولة افريقية بطولة عربية ألعاب فردية ألعاب جماعية فأي حاجة بتبقى موجودة بنحاول يعني نطلقها ونفرج الناس عليك طيب في مشكلة في مشكلة انت لو انت محايد للجميع وده حقيقي بس جمهوري الزمالك بيشوف كريم حسنا شهادة انت بتاعنا انت زم الكاوي بيزعلوا مني على طول هي دي بقى النقص اللي هو مسلا تيجي تطلع تقول والله لا أجماعة جمهوري الزمالك كان النهاردة عمال يقولي ان الخطأ التحكيمي كان فيه خطأ التحكيمي او تجيب حد يقولي ان مخدش خطأ التحكيمي عادي فيقولك ايه الحد ايه محاسش حده مش معانا ما هي مش قصة مش كده مش معاك او مش مش معاك انت بتقولي الحق اللي انت شايفه من وجهة نظري ممكن يكون هدف صحيح للزمالك وما تحسبش ادافة عن هي بتبقى رأي وطبعا من خلال الكورة انت عارف قانون الكورة وساعات بيبقى فيه حاجات بقى اختلف فيها في الخطوط في الفاولات اللي بتبقى حاجة تقديرية لكن انا تعودت اقول رأيي ضد الزمالك ضد الاهلي معها مع الاسماعيلي ضد يعني حسب الموقف انت بتقول رأيك بدون انتماءات ما احنا قلنا في الاول انت بتقعد قدام يعني في برنامجك قدام الكاميرا انت راجل بتقول رأيك المجرد من اي انتماءات لو انت اشتغلت بالانتماءات الدنيا مش تباكوش لو دايما هو كمان بس كريم حاسش حاجة عشان انت خلاص انت معروف ان هو راجل زمالك او هو اكيد بيحب نادي الزمالك جدا بس مش يحب نادي الزمالك او اكيد بيحب نادي الزمالك بس مش يحب نادي الزمالك اكتر من نفسه ومن شغله فانا لو تلاقيت في شغلي بواسته عشان خاطر نادي الزمالك كيف انا اقصرت على نفسها اقوى لأ وبعدين الناس اللي قاعدوا قدامي التلفزيون اسكية مش طبعا تتحك عليهم تتحك عليهم ليه؟ معلش احنا فيه منافسة ما بيننا في برامج كابتن شوبير وكابتن ماتحة شلبي والزميل سيف زاهر وابراهيم فاي وحتحوت وانت وانا والبرامج الاخرى طبعا كل الناس العظيمة اللي بتشتري انت ديه في منافسة كل واحد بيجتهد وفيه كابتن ميدو وكابتن بركات برضو في قناة المحورة كل الاسمال العظيمة اللي ما ياربي من انسح حد طبعا فكلنا من لتنافس عشان نمتع المشاهد عشان تسحب المشاهد يتفرج عليك مظبوط فلازم تشتغل صح بحيادية وزي ما قلتلك تبقى البرنامج بتاعك فكراته متنوع وفيه رياضة كتير وفيه اكتر من الاراء واكتر من الرأيك انت الشخصي صح في مرة بمناسبة الحياد ده لسه في نهاية الموسم اللي فات ماتش الاهلي بالاسماعيلي انت قلت المعلومة العظيمة من محمد حسن انت كنت معك برضو كنت لحمد العجوز مانا اخي بعديك انا سألته السؤال ده بناء على اللي انت قلت انه محمد حسن قال انه هو لمس الكرة فالشباب انا كنت على الهوى فالشباب قالولي ده قال كذا 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 كريم فروح تسألت احمد العجوز مباشرطا فالاتنين ربطوا مع بعض الاتنين جمع لما بيتقال كده بعدها على طول جمهور الاسماعيل يزعل منك وجمهور الزمالك يزعل منك انت مش هتشتغل حسب يعني اراء الجماهير انت بتشتقول الصح انا بقول الصح او اللي حصل فعلا او وجهة نظري وبعدين مش بقول وجهة نظري وبس كنت لا بجيب خبير تحكيمي بجيب مثلا مصدر لعيب بمدير الكورة مدرب يعني يقول هو حر على فكرة محمد انا فماتش الأهلي والاسماعيلي ده انا طلعت في الاول انتقطت كابتال احمد الغندور قلت يا جماعة احنا في التلفزيون مفيش حاجة يعني لقطة تبيني الكورة جات في ايده انا قلت كده لما جاب زوايا الكورة الكورة مجاتش في ايده التلفزيون بيقول كده فانت عارف ازاي رئيس تحرير محمد عراقي طبعا نقدر ياضي فانا حتى على الشاشة قلت ايه قلت له يا عراقي بص اكتر واحد حيقدر يقول ان الكورة دي هندبول ولا مجاتش في ايده هو اللي عيب نفسه فكلمه فعراقي راح مكلمه كلام محمد حسن هو ليه علاقة شخصية بيه حتى كان هو لسه في قط اللبس فكلمه فقاله لا انا مش هقدر اطلع على الهوى بس قال له طب الكورة جات في ايدك قال له هي جات في ايدك بس ما قصوتش فاهم جات في ايده وصالح المهاجم هم يعافش ان القانون بيقول انه انا شع علاقة بقى انا نعلت قلت له عراقي متأكد قال لي والله لسه قافل معاه اقوله على لسانه بس هو طبعا بيعتزل مش هقدر يطلع الهوى عشان ممنوع في النادي الاسماعيلي منعين ان تطلعها الهوى فطلعت وقلت خلاص يا جماعة محمد حسن نفسه قال الكورة خبطت في ايده بعد ما قلت طبعا اكيد في ادارة النادي اسماعيلي ساعتها عنفه محمد حسن حتى كابتن احمد العجوز طلع معاك انا عرفت بعد البرنامج قال انه هو لمس الكورة بايده وبعد كده طلعب في باقي البرنامج قال لا ملمسهاش بزبطة اعيز اقولك حاجة يعني انا هستفيد ايه لمسها ملمسهاش الاهلي كسب الاسماعيلي كسب اعندش مشكلة اي حد يكسب الحق اللي احنا يعني بندور عليه هو ده اللي احنا احنا الاتنين وكل الناس ما شافوش الكورة بمية في المية لو سيدي او منا مسيتش لا انا في الاول طلعت قلت انا ما شفتش الكورة هاندبول هو اللعيب اللي قدر يقول بقى اتعايفت كان الكابتن احمد عجوز معايا هنا اول امبارح عفوا ان الكابتن احمد الغندور اول امبارح كان معايا حكم المباراة كان حكم مميز جدا وسألته بشكل واضح وانت ليه طب حتى لما رحت عالبار ما وقفت شفت لقطة او اثنين او 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 ثلاثة او اربعة وقال لي حاجتين اول واحدة منهم انه هو اللاعب والباقي اللاعيب قالوا انه هو خبض فيه لما يسوتشه وانتاني حاجة قالك انا انا حاولت اقول للفاري شوفلي لقطاتات تاعمة اخدش فيه لقطاتات تاعمة بس خلال لي بقى لك انفعال يعني محمد حسن بعد ما اجابه او الجنجة انفعلاته مفرحش لعيب كورة بقى انت فاهم بقى فحسنا انه لو واحد جاب جنف الاهلي والاسماعيلي كان في موقف صعب جدا وده هدف تعادل يعني كان الدنيا اتقلبت حتى جابه الكاميرا على كابتن حمزة الجمل فقال له جات في ايده لغة الشفايف كابتن احمد العجوز برضو وهو في الملعب تقال له انها جات في ايد اللاعب عشان كده حتى الجهاز الفاني النادي الاسماعيلي ما اعتردش اثناء الكورة دي او اثناء الفار طيب اعيب سألك الحاجة بعيد بقى عن تفاصيل ما حدث كلا تبقى بعض الوقتها بس شغلك في قناة الزمالك ما خلكش تقلق شوية انا عمال ابني فكرة الحياة ابني فكرة الحياة ده ابني انا الاعلاماهي بتاع كني جماهير الكورة في مصر شغيرة في نادي الزمالك او قرارك في الشر و في نادي الزمالك ما خلكش تقلق شوية انه المفقد الحد٣ة دي站 بس انا فيه كلام ممكن معرفش اقوله بالجامل لا لا ما رأيش ذلك مش نازم التفاصيل كله انا ما كنتش عايزة بقى موجود في قناة الزمالك بس كان ساعتها اتطلب مني ان انا كن موجود في قناة الزمالك لأسباب بقى نهدي الامور فيه ده انا كنت شغال هنا في قناة الاولى برضو برنامج كورا كل يوم وبعدين كان القناة الزمالك لسه هتطلع فكانوا عايزين مزيع زمالكاوي بس يكون هادي شوية عشان كان الدنيا سخنة انا كنت انخاذ الغندور كنت انخاذ الغندور ثلاثة ايام وانا ثلاثة ايام او ربعة ايام يعني بتبادل فانا بصراحة انا كنت حابب الخط اللي انا مش فيه اللي انا في قناة اعمة بس كان يعني فيه طلب وما قدرش ارفضه من شخصيات معينة ان انا كون في قناة الزمالك لأسباب لتهدئة الاوضاع وان قناة تبقى فيها توازن بقاش فيها عصبية وكده بس انا ما ننجحتش في قناة الزمالك هنا انا انا معرفتش اعمل السياسة بتاعة النادي اه انا عايز امشي يعني اعملت كارسة في قناة الزمالك كان ماتش أهلي وبيراميدز و... كان الأهلي جاب جون وكان فيه اعتراضات على الجون ده ان الكرة مش جون وكده وانا طلقت قلت جون أصلا قلت الأهلي الجون اللي جاب الأهلي منطق ان انت في القناة العامة هتقول كده ما انا مش يوجه نظرة حتى لو انا في قناة الزمالك وانا شايف حاجة مش عشان انا اهلاوي ولا زي ما الناس قالت ولا... بس انا عشان وفي حد قال انت اهلاوي اهلاس كتير قالك ده كريم اهلاوي ليه مفاجأة حلوة مفاجأة غريبة يعني مش عايزة اقول مين يعني كانت ناس بتاتهامني بكده يعني بس انا متفرقش معنا الحاجات دي اللي انا انا براعي ربنا وبيقول اللي انا شايفه ممش متفرق ما بزعلش يعني طيب جزء تاني انا من الناس اللي كنت بعشاء 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 للستوديوهات التحليلية في الراديو بتاعت كريم حسن الشحات من زمان وانت اللي هتقول ده اتصور ان هو جزء كبير من نجاحك والكريم بتاعك كله النجاح العظيم اللي انت عملته في الراديو دايما لما يتحدثوا عن موزيع جاية في الراديو ده في الرياضة فدايما من الاوائل كريم حسن الشحات الله يخليك كريم تشكر على الكلام اللي طبعا انت عارفه وانت عارف انه ده حقك الله يخليه الراديو بالنسبة لك بيمثل ايه بقى في حياتك الراديو هو اللي عمل كريم حسن الشحات يعني الراديو ده انا اتعلمت فيه اتعلمت على ايد اسادزة وكنت بقعد يا كريم اللي علمني الراديو الصبر لانا كنت بقعد كنت 12 ساعة في اليوم عدت فترة في بداياتي انا موزيع الستوديوات التحلين تعارف الماتشاط بتتلعب الساعة ثلاثة ساعة ستة ساعة تسعة فانا ابدأ مثلا من الساعة اتنين بابدأ من قبل الماتشاط بساعة ونص من واحدة ونص الغاية ماتش بيخلص حداشر اخر ماتش تسعة من واحدة الظهر هو واحدة ونص تسعة اتناشر بالليل فبقعد اتناشر ساعة على الهواء او حداشر ساعة على الهواء يوميا وجميع البطولات حتى البطولات المنتخب والاهل اللي لما بيلاعب في افريقيا او الزمالك فكنت خدت خبرات من الراديو غير طبعية والراديو اصعب من تلفزيون اشتباعي يعني احنا في التلفزيون دلوقتي قدامك شاشة وفي بديلان جوتوب تتحرك وفي ماتش انت شايفه او المشاهد شايفه فبتتكلم من خلال الشاشة فدي علمتني ازاي بقى دقيق في الشرح وفي التحليل ان الناس مش شايفه الناس سامعه فانت عايز توصلهم الصورة اللي هي التخيولية اللي بيحصل في الماتش وفي كمان شريحة كبيرة في الراديو ويمكن انا اقولها اللي هما فاقدين البصر شريحة كبيرة جدا يعني لما كان ليا جمايير فاقدين البصر كلهم قاعدين قدام الازاعة يبختك فكان بيجيلي تعليقات يا كريم كل يوم يا كريم ايوه كده انت بتشرح حلو اه مش عارف كده احنا شايفين الماتش احنا اه بيجيلي تلفونات على الازاعة وعلى تلفونات الشخصية جابوا تلفونات الشخصية وبيبعتوني رسائل وبيكلموني وفي اصدقاء لي بنتكلم كل يوم انا بحب دايما انتقادات الناس ليه والسلبياتي ايه فلاقيت رد فعلي غير طبيع فبداع تشرح بدقة فبقى موضوع التلفزيون بقى بعد كده هسهل بالنسبالي الازاعة صعبة جدا عشان تشرح كورة كمان انت مش بتتكلم سؤال سياسي ولا فني ولا لا انت بتشرح كورة كورة فين في الملعب تحرك اللعيب طب هي اوف سايت ازاي طب مش عارفت نقطة ضعف الفريق ده فالراديو علمني كتير جدا وانا بعشق الراديو انا بروح الراديو واخد معي شنطة هندباك كده فيها الاكل بتاعي اه اعيش انا عايش يوم انا عايش يوم وصوري يعني بقى معي شب شب بقى على الشوز وابقى عد وبقى لابس لبس رياضي حتى تريلينج كده او تي شيرت وبلطلون خفيف وقعد بقى مستمتع بتفرج على المتشاط وبعد بين الشوطين او قبل المتش او بعد المتش بنقض نحل البقى ومدخلات والاخبار كان رائع بس طبعا لما يعني دخلت نادي البنك الاهلي اه 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 مش قادر الوقت صعب خبص لا مش حاضر انا مدير كورا كل يوم عندي تامرين وعندي ماتشاط والماتشاط في نفس توقيت الستوريو التحليلي في الراديو فلاقيت الاه بس مفتقد طبعا الراديو راديو ممتع كريم جدا طيب قبل ما انا هروح طبعا لبنك الاهو اسألك على حكاكتين تخص الكورا المصرية بس عايزي جزء الاعلامي ده كمان في البدايات وانا برضو متابع من الاول من البدايات خالص كاعلامي انا معاك وانا تلعيب كورا اصلا فانا ماشي المشور كورا في بداياتك وفي شغلك الاعلام الياضي انت قضيات انت قضيات وهجوم وابن الكابتن حسن شحيته والجملة الشهيرة بتاعت ابناء العاملين وهو لو ما كانش من الكابتن حسن شحيته ما كانش اعلامي واحد تاني كان ممكن يتهدي بسهولة جدا في اول سنة سنتين وما يكملش الكريم بتاعه لا انا عيندي والحمد لله انا ربنا كرامني كمان يا كريم في ايه ان انا اشتغلت الشغلة انا بحبه وطبعا مش هنكر ان والدي واسم والدي وكان ساعتها مدير وفاني منتخب مصر كان سبب اللي انا يتم اختياري يعني مش هقولك اللي انا بقى شاب مكافح من الاول لا انا عشال ابن عزن شعيته تم اختياري لانا بس ما دخلتش مزيعة كده على طول الناس فاكرة انا شافتني كده مزيعة بالضبط انا بدأت في 2008 وكانت صدفة انتعرف اسلام صادق صحفة كان مسك البرنامج جول اف ام كان استاذ مجدي كامل في الراديو في ازاعة شاوبة رياضة فكان ساعتها منتخب مصر بيلعب بطولة امم افراقيا في غانا 2008 وانا كنت ساعت بليها عدو مجلس ادارة في الزمالك وبطلع اتكلم ودرس تدريب فبطلع اتكلم في تليفزيون فنين رياضة بيعملوا اللقاءات مش عارف ايه وانا عدو مجلس ادارة كنت تبعها من مداخلات وبضيف وجده فاسلام كان عنده فكرة ان اثناء بطولة امم افراقيا في غانا 2008 ابقى موجود في الاستوديو معهم ان اكلم في المنتخب وكابتن حسن بيفكر ازاي وهيلاعب مين والتشكيل بس بحس صحفي طب انا معيك ايه محسن شحاتة من الكابتن حسن شحاتة ايو عارف ادخل المداخلات وكابتن حسن يعني خدها بمنطق المصلحة مش انه يجاملك في الاصل اه فانا بدأت فطبع مصرحة المهنية يعني مصرحة مجدي كامل في الاول قال له ام كريم ايه ده عنده 27 سنة وصغير يعني هيحلل ايه قال له لا ده كريم دارس تدريب كنت عملت رباط صليبي فخلاص بدأت عبعد عن الكورة فعملت بطولة جامدة جدا وحتى المباراة النهائية مع كاميرون سافرت هناك غانا واشتغلت كمرسل وعملت لقاءات يوم المباراة قبل الماتش واحنا في الاوتوبيس وكان معي مجموعة من الفنانين المصريين بنتابع الماتش في المدرجات وعدين نزلت بعد الماتش عملت لقاءات مع كابتن حسن شعاتة والجاز الفني واللعيبة رجحت من غانا قالوا لي انت خلاص انت معنا وانت عملت يوم جامد جدا هناك في غانا والبطولة كمان الحمد الله وتعف بقى مع الفرحة ومنتخب مصر بيكسب والناس مبسوطة فالدنيا مشت فبقيت عقدة بعدها الموسم اللي بعد وبقيت مزيع ازاعة الشابوريادة برنامج كورة اف ام انا مزيع الرئيس كان معي كابتن نادر السيد في الاول وبعدين كابتن نادر جاله شغل تاني وطبعا وكده فانا كنت بقى قاعد مفرغ نفسي تماما للإعلام فالامور مشت وعد كده دخلت تلفزيونه الحمد لله ان ربنا كرم كابتن حسن شعاتة بقى لما كان بيفرج عليك كان لها بقى ملحوظات انتقادات حاجات اشادة طبعا كان بيقولك ايه بص هو كابتن حسن يعني كانت كل اللي كانت عصلا لك تمركز قوي وبذاكر ويعني مفرغ نفسي لإعلام تماما فكان هو دايما بيقول لي بيعجبني اسلوبك بس انا عايزك دايما تمشي كده ما تخافش من حد قول رأيك تعامل بما يرضي الله ما تجيش كده او كده وهتنجح ودايما كان يقول لي دايما جملة يعني بيقول لي هاي الغد دلوقتي ما تخليش في سقفل وطموحاتك يعني دايما كل ما تنجح وتعلى وتحق حاجة لا حقا لي هتقع يعني حتى انا كنت هو بيقول لي الكلام ده ع نفسه يعني كان بيكسب اي بطولة افريقية مع المنتخب وكده عدته ما عايز البطولة الجاية وعايز اوصل كاسعالة فهو دايما معلمني كده من صغري لانا دايما انا بقى طموحاتي ما تقفش في حتقالي لو طموحاتك وقفت عند حد معين وحست ورفعت رأسك لفوق وعملت نفسك فيها اللي انت خلاص ناجح ومش هتعمل اكتر من كده خلاص هتوقع اعرف ان دي بداية النهاية ايه انتربيوه بعد ما خلصته حسيت ان انت اسئلتك دايقة الضيف انه مكنش مفوضة سألوس علي او كده كذا مرة مرتين تلاتة كده مرة كان اثناء بقى دنيا دوشة وثورة ومشكلة الاهلي والمصري بعدها بشوية كده كان موضوع في بعض اللعيبة من الاهلي مكنوش عايزي لعب ماطش السوبر فاكر ماش الاهلي وامبي وكده طبعا نكوصي دي الشاي ده مش انا المتسبب في الخبر ده كنت في قناة النهار واسلام صادق قال لي ان في مشكلة في معسكر الاهلي اللعيبة احمد فاتحي تخنق مع ابو تريكا في المعسكر عشان مش عايزي لعب ماطش الاهلي وامبي ومش عارف ايه وحصلت مشكلة فقلت الخبر رئيس التحديم يتعجب يقول لك خب فبعد ما قلت الخبر لقيت اسلام صادق بيقول لي معك احمد فاتحي على التليفون احمد فاتحي زعله وحش احمد فاتحي عسين هو الاتصل يعني سمعوا الخبر اللي انا قلته ان في مشكلة حصلت مش عارف احمد فاتحي دخل فيه اشمال بقى محصلش حاجة مش عارف ايه طوله احمد انت في المعسكر يعني كان على الهوة ولا بلرة على الهوة اسلام كمان عقلي خد احمد فاتح اصلا انت بتقول لي الكلام ده ازاي ومحصلش حاجة في المعسكر مش عارف فانا طبعا على الهوة مش هقول له ايه ده اسلام صادق الرئيس التحرير الالي انا اتحملت المسؤولية فاتحركت ان حسيت ان اعملت مشكلة في المعسكر الاهلي وممكن ما كانش ان المشكلة دي حصلة وكان ساعة الدنيا سخنة والاجواء وكلام ده فدي كان موقف محرج بالنسبة لي حاولت المه على الهوة بس احمد كان منفاعل جدا هو انا عارف احمد فاتحي بس انفعلته انفعلته في السماء بالضبط مرة تاني مع كابتن حسام حسن بس ده كان موقف كوميدي بقى كابتن حسام انت عارف عصبي فمرة كنت لسه في بداية شغلي في الراديو كان معي كابتن سيد عبدالحفيظ على الهوة يعني كان زميلي في البرنامج ان هو اللي كان بيقدم البرنامج في الاول كابتن سيد فكابتن حسام اعتقد كان مسك المصريات الصلاة او المصري مش فاكر يعني وكان مطش في رمضان واحنا قاعدين بالليل بقى المطش خلص والفريق اللي مسكوا كابتن حسام كان خسر فكابتن حسام بنفعل جدا بعد المطش وبتاعه فمعاه مرسلة من الملعب بتقولي ده في مشكلة عند قوضة الحكام كابتن حسام حسن حابس الحكام وعايز يعمل مشكلة معاهم وهو كابتن إبراهيم عند قوضة الحكام واشعلي فانا اخدته بشكل كوميدي فبقول ايه يا كابتن حسام يعني اكيني بوجههني ده يا كابتن حسام احنا الناس عايزة تتصحر احنا بكرا صيام ومش عارف ايه فالناس عايزة تصحر فانا كابتن حسام عليش يعني سيبهم فك عنه كابتن حسام حسن اسلام صديق برضو راح ايه مدخلوا لقى تيفون وانا اعمال اتكلم ومش واخد بالي خلق يعني ما قليش ان كابتن حسام فهو سمعني فراح داخل بقى كابتن حسام ايه يا عم كريم ايه الخفة اللي انت فيها دي انت مش عارف ايه وانت اي حد بقى بيتكلم فالكورة انا حسام حسن انت مش عارف انت تقريخني بقى فالراديو بدأت بص مش عارف انا كنت لسه كمان اول وخبرتي قليلة متعرضتش للموقف ده فانا حتى مش عارفها هديك كابتنسى ده بخفيز اللي حقني بقى قالوا لا لا احنا ما بناخدها يعني قالوا لا هو بيقول كده ليه وانا حضرها بالحكام وانت هتقعدوا بقى مش عارف ايه وانت هتتسلم وانت عملت جمع المواقف اصلا وانت عملت جمع المواقف اصلا انا مش عارف بقى انا اصلا يعني طبعا في بداية الواحد لما بيشتغل في الالاف الاول طبعا انا اخش مع اخناقة ولا هديه وده حسن وده اسطورة اه طبعا اصطورة اه انا بحبه جدا طبعا فيش خلاق بس انا يعني بقولها بحطة فيها تهريج يعني دحك شوية اتاريه هو معال اهوا بقى فده كان برضو من المواقف المحرجة ايه الحوار اللي انت لما بتفتكير تقول انا انا فرحان اولا انا عملت الحوار ده يعني عندي بقى حوار عالمي محمد صلاح طبعا يعني بعد اللي بيحصل دلوقتي ومحمد صلاح بقى لعيب عالمي ده بلقاء بالنسبة لي تاريخي وانا بسكرول على تيك توك كل شوية لقي فيديو محمد صلاح موسعيتها كان محمد صلاح جاهله عرض من فازل وكان ما كانش لسه طبعا شهر كان بلعف المقولين وكان طالع بشكل كويس وكلم اسلام صادق قال له المقولين جاي لي عرضي من فازل ومقولين رافض اللي انا اطلع العرض ده فانا انا انا كنت بلعف المقولين وعلاقتي قوية جدا بمساعت المسؤولين في النادي المقولين العرب فمحمد صلاح طلب انه يطلع معي حلقة عشان نضغط على ادارة المقولين عشان يوافقوا الله دي نقطة معلومة اه فاسلام صادق كلمني قال لي عايزين بكرا نستضيف محمد صلاح لعيب المقولين قال لي لعيب المقولين قال له عرضي من فازل ومش عايزين يوافق على العرض ده في نادي المقولين العرب فعايزين يطلعوا معنا وايه نجيبر المسؤولين في نادي المقولين على التليفون ونحاول نساعده ان هو يطلع عرض بازل فجي محمد صلاح وعملنا حلقة حلوة قوي وجيبنا المهندس شريف حبيب كان ساعتها اعتقد عدو مجلس ادارة او نائب رئيس نادي المقولين العرب وموجودة المكالمة دي على النت طبعا مالبورك انا كل الشيء اشوفها وفي حتة تحديدة اللي قد انا كان بيسألوا على هتلعب ريال مديد ولا برشلونا اه 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 فهو ساعتها قال لك هلعب برشلونا اه بيحب برشلونا اه اه بيحب برشلونا فجيبنا بالمهندس شريف حبيبه كده وقلنا له محمد جاله عرض طب ليه يباش مهندس ما تخلوه يروح يلعب في بازلو وكان ساعتها كمان قبل الولمبياد كان اعتقد الولمبياد 2012 في لندن فكان قابليها على طول فقال لي يا كريم اصلي مجاليش حاجة فمحمد صلاح كان جايب العرض معاه فطلعنا العرض على الشاشة فلتلقى باش مهندس العرض اهو ويعندي فرصة كويسة كان حتى ساعت انا فاكر كان عرضين مليون ونص يورو على نادي المقولين عشان ياخده محمد صلاح وكان في اسمه جورج اللي هو المسئول بتاع نادي بازل او الوكيل كان جاي مصر فقلت باش مهندس عندي فرصة كويسة لمحمد صلاح وكده فقال له خلاص محمد تعالي بكرة وحنشوف الموضوع ده وكده وفعلا محمد راح له تاني يوم المكتب في مدينة المقولين العرب وجوه من الناس من بازل زودوا العرض شوية لمليون سبعمائة وخمسين اعتقد وحطوا في الرسيل اللي هي الحاجات اللي فادت فبعد الحلقة دي والتواصل اللي حصل مع المهندس شريف حبيب وكان معي محمد صلاح في الستوديو الصفقة تمت لا شكرا لك فديتت حاجة في الاول كان الموضوع بالنسبة لي عالي العيب راح بازلوا لا بتحصل لك كل يوم لكن دلوقتي بعد محمد صلاح ربنا كرامه روما وليفر بول واحسن العيب في العالم وكده دي بالنسبة لي حاجة تاريخي طبعا 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 هلسوا مكملين مع كابتال كريم حسن شحاتة الاعلامي الكبير مدير الكرب نادي البنك العالي بعد هذا الفاصل نواصل خليكم معنا موسيقى يعلم بحضواتكم مرة أخرى يساق شعراتي من نورني كابتال كريم حسن شحاتة الاعلامي من مدير الكرب نادي البنك الاهلي كابتال كريم هرواح لابنك الاهلي من شوية في الانترو كنت بتتكلم عن نادي الزمالك والناس اللي نازل الانتخابات نادي الزمالك والمفروض يتعامل لنادي الزمالك الفترة اللي جاية لو انت ليك تقول انت واحد من ابناء نادي الزمالك تقدر تقول ايه للي نازل انتخابات نادي الزمالك ما عايز الناس اللي تنزل الانتخابات يبقى عندها حلول يبقى عندها خلب فكر معين توقف النادي ترجعه تاني يقف على رجله تاني طبعاً أنت شايف المشاكل الزمالك واقع فيها في كل نواحي وبعدين مش مشاكل داخلية بقى كمان ده مشاكل خارجية مع الفيفا ومع تحاد الدولي الكورت اليد والباسكت وكورت السلة ومستحقات فرق جماعية وشكاوي لعبة ومدربين والناس ما بتقبطش في نجوة النادي وديون طائلة على نادي الزمالك فمشكلة كبيرة جداً فعايز الناس اللي هتنتخب كمان تنتخب الناس القادرة أنها تدير النادي بشكل كويس بعيدة عن عواطف بقى يعني بقى أنا بحب فلان فهنتخب عشان صحبي أنا بحب كلم حاسي الشحاتة لا ما تنتخبوهش لو أنت عارف أنه كلم حاسي الشحاتة لا أنا عايز بو باردين يبقى في قايمة تتخب قايمة كاملة عشان يبقى متجنسة عشان محصلش مشاكل الكلام ده والناس اللي ناخل الانتخابات مش عايزين يخشوا عشان مجرد شو يبقى أنا علي منصب داخل نادي الزمالك وقاعد ما بعملش حاجة ومجرد اللي أنا عادوه مجلس دارة لا نحن في فترة صعبة يعني نادي الزمالك نادي كبير جداً جداً مش في مصر بس ولا في الواطن العرب على مستوى العالم ولازم يرجع تاني إن شاء الله وانا عارف ان كمان الدولة مصرية ووزارة الشاب والرياضة عايزة نادي الزمالك بقى قوي ويرجع تاني لمكانتو الكبيرة فلازم كلنا تكاتف ومش كلامش عراط بس نازم الناس اللي نازل الانتخابات تبقى نازلة عارفة هتعمل ايه مش عايز الناس تخش الانتخابات وتنجح وانتقولك أصلحنا داخلين في مشاكل يا جماعة في مشاكل هنعمل ايه اللي عنده فكر واللي عنده رؤية اللي يقدر يحل ويبقى فيه معاه قايمة قوية خلي بالك نادي الزمالك محتاج قايمة فيها ناس بتدير بشكل إدارة بشكل كويس يكون عندها الحس الرياضي ويكون فيه فلوس وناس عندها حس اقتصادي خلي بالك حيقولك أصل لا الفلوس لازم يكون فيه رجال أعمال يوقفوا نادي الزمالك على حلو لغاية ما يبقى بعد كده فيه سيستم ودنيا تمشي بشكل طبيع ومش بس رجال أعمال عشان يتفعوا فلوس وكده هيحاولوا يلموا مشاكل بس يبقى عشان يحطوا فكر استثماري في النادي انه نادي ينفع يكسب فلوس بص يا كريم النادي الأهلي في مجلس الإدارة هتلاقي فيه اتنين تلاتة رجال أعمال كبيرة جدا فيه وقت لازم هيسندوا بشكل معين حتى من خلال شركاتهم من خلال إعلانات ومش عيب لازم يبقى عندي في المجلس متنوع عندي ناس بتدير عندها فكر إداري ترجع نادي الزمالك مؤسسة تاني مش نادي شخص اللي بيديره بقى فيه سيستم في النادي فيه هيكلة وظيفية من رئيس النادي لغاية أزر عامل مش مجلس إدارة بس كل واحد عارف شغله وعارف الدور بتاعه ويبقى فيه ناس رياضيين مع الإدارة انه عندهم الحس الرياضي ازاي يدير فريق كورة يدير فريق يد فريق طايرة فريق باسكت نادي كبير في الألعاب كلها ونادي بطل في الألعاب كلها توصل انه فيه واحد بتاع كورة كورة قدم فيه واحد بتقراجه الأعمال وفيه ممكن شخص يعني يبقى عنده الصفاتين يبقى إداري قوي ورياضي في نفس الوقت وفيه أسماء مترشحة كده بالمناسبة الأسماء المترشحة دون ذكر اسم بعينه يعني أو عدد من الأسماء الأسماء المترشحة أو المزمع الترشحة لانتخابات نادي الزمالك هل شايف الأسماء دي فيها القادر انه يحل الأزمات دي بسرعة شايف فيه شخص شخص واحد شخص كرئيس نادي كرئيس نادي وبعي الناس الماس محترمة وعايزة تخدم بس أنا شايف فيه شخص معين هو ده اللي عنده القدرة التجمع ما بين كل الحاجة الصفات اللي أنا قلت لك عليه وراجل هادي وراجل كذا بس طبعا الفضل انتخابات مش حينف عن أولئك بس إترجعتني تاني النقطة اللي هي بتاعت انت قلتلي فيه رئيس نادي وانت قلت لسه بتقولي دلوقتي انت عايز مجلس إدارة رئيس النادي ده القائد اللي هيبقى معاه ما خلي بالك ممكن القائد ده يبقى مش منضبط ويبقى معاه يتيم كويس بس هو نفسه مش منضبط يبقى فيه مشكلة القائد اللي بيختار كمان القائمة بتاعته الناس اللي تحتيه والإمكانيات المختلفة اللي هو محتاجة في المجلس اللي معاه ويبقى فيه انسجام ما بينهم فلا فيه فيه ناس كويسة جدا طيب على ضوء المشاكل اللي تحديدا في فريق الكرة في نادي الزمالك وقاف القائد وعدم الدعم الفريق بلعبين جدد وعزمة مستحقات لعبين شايف الزمالك فريق كورة هيبقى عامل ازاي الموسم الجديد أنا خايف عالزمالك السنة الجاي يعني طبعا الفريق بقى نفسه طبعا أهم حاجة واللي يمكن النادي مركز فيها الفترة اللي فاتت وحتى اتكلمه مع أزوريو ومدرب قال له يا إما هندفع الفلوس اللي على نادي الزمالك عشان فوق القد يا إما هندفع الفلوس اللي عبين الموجودين قال لهم لا خلاص أنا مش عايز لعيبة دلوقتي بس يعني لعبة جديدة بس يعني ادفعوا مستحقات اللاعبة عشان اللاعبة حتى اللي موجودة دلوقتي نقدر يشتغلوا عندهم راحة نفسية ويبشغالين فهيعتمد على المجموعة اللي موجودة على فكرة المجموعة اللي موجودة مجموعة مميزة بالإعارات اللي رجعت زي محمود علاء وزي أوباما وزي لعبة مميزة جدا رجعت للفرقة لكن طبعا في نواقص في الفرقة لكن لو أنت قدر تتحافظ على القوام ده وتدفع لهم مستحقاتهم ويبقوا يعني مستراحين نفسيا ويشتغلوا خلاص حصلت من سنتين والزمانة خدت دوري لما طلع كانت قيد برضو موقوف وطلع أسماء جديدة حسام عبد المجيد وكان يوسف أسامة نبيه وصيف جعفر محمد طارق وأكتر من لعب لكن طبعا مش عايز جمهور نادي الزمالك السنة الجاية يبقى يعني مش عايز يقول ما يفكرش في البطولة والمنافسة بس هيبقى الظروف اللي بيواجهها الزمالك عايزين الزمالك يبقى شكله كويس في الدوري وياخد مركز متقدم بس أنا شايف في ظل الفرق المنافسة الأهلي وبيرامدز والمصري والبنك الأهلي والإمكانيات اللي موجودة في الأندية دي هيبقى صعب أن الزمالك ياخد بطولة أنا مش بقول حاجة تشاؤمية بس الظروف اللي فيها نادي الزمالك لوقتي عايزينه بس يطلع ويبقى الشكل كويس ويقدي بشكل كويس وياخد مركز متقدم لو أنت لك مكان في إدارة نادي الزمالك أو صاحب قرار في نادي الزمالك توافق على بيع زيزه ولا لا؟ والله يا موضوع صعب بس أوافق توافق بس برقم كبير جدا ما يكونش رقم قليل يعني زي ما سمعنا كده كان نادي الشاب السعودي لو بتتكلم في 10 مليون 11 مليون دولار أوافق توافق احنا هتحل أزمة فرق يعني فرق كبيرة زي نادي الزمالك بتصرف عليها كتير فلعيب واحد حتى لو هو نجمل فرقة واتباع وحيحلل المشاكل المالية ممكن في نص النادي أو نص أزمات الزمالك لا أوافق طيب ده كمان أنت قلته ده أنا متفق معا جدا خليمالك ممكن اللي حيث ده يقعد ما يكونش مستريح نفسيا وما يديش نفس المستوى اللي هو كان بيديه قبل كده وبالتالي النادي كمان يتأثر يعني صح بس الكمان أنت قلته ده وأنا متفق معا جدا يعني هتقوله أنت قاعد في مكان إعلامي أو حتى كمشجع للزمالك كمسؤول صعبة كمسؤول تقدر تأخد القرار ده خلاص لازم يبقى فيه قرارات المسؤول يقول لك إيه أصل الجمول هيقول أنا اللي ماشيت زيز وأنا اللي باعت زيز وأنا اللي عملت وأنا مش عالف إيه أقول لك يا كريم أه وأم زيزو بس ده 15 ألف لعيب مشوا من نادي الزمالك يعني فريق نادي الزمالك جب تلعب من 3-4 سنين ولا واحد موجود فيه أشرف بن شرقي ومصطفى محمد ومصطفى فتقي وطري حامد وابو جبل وفرجاني ساسي يعني نقعد عد من هنا البكرة صح ومشوا يعني مش بالأرقام القوية وحتى برضو كان فيه وعود من مجالس إدارات إن هم الناس دي حيتجدد لها ومحصلش صح فكر ومحب فيها دعامات أفضل كمان ومحصلش ومحصلش ومجرسش تحافظ على اللعيم ولو زيزو برقم كبير يبقى هو الرقم بالمناسبة بس رقم يبقى رقم زي ما بقولك كده يعني رقم كبير أوي اللي هو يزغل اللي هو اللي هو يحل لي مشاكل لزبط أسألتك لو أنت كنت مسؤول في نادي الزمالك تاخده الكرار دا ولا لمه ما فكرتش تخش انتخبات نادي الزمالك طيب اللي هيخش نادي الزمالك دلوقتي لازم يكون متفرخ وحاطت كل وقته نادي الزمالك عشان يقدر يطلعه صح أنا يطلعه من المشاكل اللي فيه طبعا أنا دلوقتي أنا برضو يعني مش هتحكي عليك أنا حياتي مستقرة أنا إعلامي وجودي في نادي زمالك أو أهلي يؤثر على مصدقياتي صحيح يعني لوقتي مثلا وأنا رجل عضو مجلس دراف نادي الزمالك طالع برنامج هنتقد الزمالك إزاي منفعش هنتقد الأهلي المنافس إزاي صح ده رقم واحد رقم اتنين أنا برضو مدير كورة في نادي البنك الأهلي عشان أتخلى عن منصيبي كمدير كورة وأبقى عضو مجلس إدارة حسيبنا دي البنك الأهلي ودي المتعة بتاعتي أنا بحب أكون في الملأ لا وفيه جزء تاني أنت مش عارف فيه جزء تاني هقوله لك لا مش هكسف داخلي بالضبط أنا كشاب على فكرة أنا يعني مش كبير أو في السن وعندي أسرة 100% وداخلي صح من الكورة أو كإعلامي ده اللي بصرف فيه على أولادي وعلى بيتي بالضبط يعني خلاص إحنا وصلنا للمرحلة مش باعتمد على والدي بقى صح أنت بتصرف على أسرة دلوقتي أنا مش راجعو الأعمال عندي أعمال مشغالة أنا لازم أسيب أسيب أعمل الإعلام أو أسيب أعمل نادي الزمالك بشكل تطوعي صح ويبقى داخلي منين مفيش خلاص بس فاهمني صح أنا شايف أن المرحلة دي مش بتاعتي بس أنا أكيد حيبأ ليه دور في نادي الزمالك في المستقبل بس لما أحس اللي أنا حقدر فعلا بكل طقتي أخذي من نادي الزمالك وعلى فكرة وهنا برا نادي الزمالك وأسناء المجلس اللي كان موجود الفترة اللي فاتت بنعمل حاجات بنساعد بيها نادي الزمالك وبندعب بيها نادي الزمالك وحاجات ملموسة ومادية بدون ذكر هي إيه بس مش لازم تتعارف طب بصيغة أخرى بصيغة أخرى لو في المستقبل القريب أو البعيد أرد عليك تبقى مدير كرة في نادي الزمالك هنا هتضطر تسيب عملك الأعليم هتضطر تسيب عملك في البنك الأدي توافي ولا ترفض لا يعني لو ربنا أدنى العمر في الخمس سنين اللي قدام دول لا ممكن بعد كده ممكن بعد كده لما أحس لأنا يعني أمنت مستقبلي وجالي تشبع من مثلا الإعلام أو تشبع من أنا كمان بحيب نادي البنك الألي جد يعني سعيد بمنصبه في نادي البنك الأهلي الناس مريحة جدا أنا فاكر البنك الأهلي عشان هو ده اللي هبدأ في الحديث مش البنك الأهلي نادي البنك الأهلي نادي البنك الأهلي طبعا يو أشرف نصارو لا لا أحنا بنتكلم عن البنك الأهلي يريد أن يتكلم عن نادي العقص عدر نادي نادي البنك الأهلي في بدايات توليك المهمة كمدير كرة وأنا فاكر كنت حتى في استوديوات تحلية في أونسبورت وكان يجينا المناسي يقول لك إيه أصلي فيه مشكلة في قط اللبس أصلي فيه أزمة وكان البنك الأهلي لو تفتكر أول ما بدأ كان متراجع شايف كان جايب صفقات عظيمة جدا وعملت شغلة عظيم جدا أنا عايفة الناس كلها في البنك الأهلي بتشتغل طول الوقت إن أتطور الفريق طب بس كان فيه مشاكل بتحصل لما جيت الأمور يتلمت وفاكل أنا كان فيه بيننا مداخلة مرة والأمور هديت أنا أنا مش أنت يعني دي كانت من الكواريس كان فيه بعض المشاكل والأمور هديت من بعدها والأمور إلى حد كبير جيدة في نادي البنك الأهلي طيب بص أنا في فضل النفسي أنت واللي معاك لا يعني دايما من بداية من الرئيس النادي اللي هو أشرف نصار ومجلس الإدارة شخصية محترمة جدا بالمناسبة جدا سيد محمد عمانيا موشف على الفرقة والعيبة والأجهزة الفنية اللي اشتغلت كل واحد بيحاول يقدر يعمل الشغل بتاعه بس كان أنا خلي بالك أنا ما بدأتش مع البنك الأهلي من الأول أنا مسكت في نص لما صعدوا للدوري ممتاز مسكت في نص الموسم أنا بقول لك أنت النص الأولاني دوت بقى كان فيه شوية حيات كده كفرقة جديدة طبعا خلي بالك كان ساعتها كابتل محمد يوسف المدير الفني طبعا مدرم محترم جدا جدا مشخصية جميلة جدا عارف فرقة كان ساعتها الدوري كمان فترة الكورونا جمعوا اللعيبة بسرعة ومن لندية مختلفة اشترى حوالي 25-26 لعيب اللعيبة مش عارفة بعض مش عارفين بعض فمع الفرقة ما لحقتش تستعد وما لحقتش ناس تتعود على بعضها فطبعا البداية ما كانتش كويس مشت الدنيا شوية وبعدين راح على الكابتل محمد يوسف وجي كابتل خالد جلال استمرت برضو لأيه الأمور لسه لسه الكيميستري ما تعملتش فكان الفرقة في المركز قبل الأخير فأنا كان لها معرفة شخصية باللي هو أشرف نصار هو كان متابعني وأنا مدير كورة في نادي النجوم في نادي النجوم كان لها تجربة نكفة كنا نلعب ضد البنك الأهلي في الممتاز به فهو عرفني يعني فعلى فكرة أنا اللي عرضت عليه اللي أنا أمسك نادي البنك الأهلي اللي هو أشرف قلت له من بدري شوية قلت له من بدري شوية ستلوها يعني أنا شايف المنظومة دي حلوة وحرام إن هي ما تكملش فأتمنى لأنا أشتغل مع حضرتك ومع نادي البنك الأهلي أنا اللي قلت له عندي تصور ما وعندي شغل ما أعايز أعمله في المنظومة دي وبعدين أنا عندي لعيبة كتير في الفرقة صحابي وأصدقائي فكانوا بيحكوا لي يعني الدنيا بيأسف فأنا وان يعني شو ما طولش عليك لا لا خالص بالعكس فأنت قلت إن أنا لو جيت أنا عندي تصور ما يخلينا لم الدنيا بالظبط حلو فاللوة أشرف حتى قال لي الموضوع صعب والدنيا وحنا قلتول إن شاء الله ما تقلقش خير سيبني الفترة دي بقى أنا كنت شغل في الراديو فاعتذرت عن الراديو عشان أبقى متفرغ لندي البنك الأهلي وربنا كرمني يا كريم يعني كرم كبير جدا صح دخلت مع الفرقة حتى كان عندنا معاقص كان الدوري متوقف وكان ناقص 11 مطش لمت الدنيا ومع اللعيبة وخللنا قريبين صاحبتهم بنا صحابي يعني أنا سني مش بعيد عنهم وكان ساعتها عاصم صلاح موجود كابتن الفريق واللعيبة الكبيرة والصغيرة وبامبو وقعود وقضت اللبس ومع كابتن خالد جلال والجهاز الفني وكده والدنيا آخر 11 مطش عملنا يعني سيمفونية كسبنا حوالي 5-6 مطشات وتعادلنا مع الأهلي وتعادلنا مع البرامنز وتعادلنا مع الزمالك خسرنا أنا فاكر مطش واحد بس كان من MP3-2 وربنا قرمنا وقعدنا بفريق نقطة عن ودي دجلة كان عندنا إنما أنا مسكت كان عندنا 17 نقطة أو 18 نقطة وكان يعني موسم صعبة جداً بس ربنا قرمنا جداً في الفترة الأخيرة إن إحنا كلنا بقينا إيد واحدة وقضت اللبس بقت هادية ومجلس الإدارة بيساند الفرق اللي هو أشرف نصار والسيس محمد والكابتن خالد واللعيبة وبقينا بنقاطل كنا بنروح المطشة كريم لو تعادلنا عنه ننزل فبنقاطل فربنا قرمنا وقعدنا وبعدها الموسم اللي بعده اللي هو أشرف يعني استقرب نفس الجهاز الفني كابتن خالد خدنا المركز السابع في الدوري كنا بنفس على الخامس والسادس توقعات كانت أعلى من كده كمان كما قال لي وقاشر فلسكر عايزي بقتل من كده يعني كنا في إمكاننا بس حصل بعض برضو الأخطاء شوية ويعني خدنا المركز السابع وده كان مركز في تاني سنة دوري مجلس كويس موسم التالب بقى كان فيه تصور تاني عندي وعند الإدارة إن إحنا بنتور بقى الفرقة وكذا وكذا بس طبعا حصل تغييرات في الأجهزة كتير الكيميا ممشيتش ومش عارفه أنا وبعدين جي بابا فاسيليو فبابا فاسيليو لما جي مكانش يعرفني فقال لك أنا ما بشتغلش مدير كورة مش عايز مدير كورة فمشيت فمشيت بقى ممشيتش من نادي اللي هو أشرف احتفظ بي في منصبي كمدير رياضي بس مش مدير كورة للفريق مدير رياضي في النادي بقى مع الإدارة يعني بس بعيد عن الفرق فبابا فاسيليو مدرب كويس جدا وشخص فعلا رائع جدا يعني مدرب كويس قوي عنده سيستم لعب وطريق أنا حتى بشبهه شوية بستايل كابتال حسن شعاتها في الكورة وكده فبعدت عن الفرق شوية فطبعا في البداية بابا فاسيليو برضو عبال ما نسجم مع الفرق فالأمور ما مشيتش بشكل كويس فبدأ بابا فاسيليو نفسه يعني كان له أشرف عايز يرجعني وكان برضو الفرق دخلت برضو مركز قبل أخير ونفس الموقف بتاع السنة الأولى كان نقص 11 ماتش وعندنا 18 نقطة أو 17 نقطة برضو فبابا فاسيليو تكلم وكان كابتال محمد عبدالواحد اللي هو المدرب العام صديقي برضو كده فكان بيسمع يعني في النادي إن كريم ودوره كذا ما كان مدير كورة وكده فبدأوا يتكلموا عن الإدارة اللي حايزين نرجع كريم تاني واللي هو أشرف كان يعني مستني إيه إن الجهاز الفني يطلب يعني فالحمد لله رجعنا وبقى فيه تجانس جامد وربنا كرمنا برضو عملنا نفس اللي احنا عملناه في مش كريم كنادي وك من اللي هو أشرف بيقعد معنا دايما في في الوقت الصعب ده وبن كلنا كلاعيبة العيبة رجالة جدا بنتكاتف وكده بس السنة دي كانت الظروف يعني صعبة شوية في النادي تغييرات الأجهزة كتير وكان على فكرة تغييرات إجبارية يعني كان مجلس دارة بيجيب مدرب بس الأمور ما بتمشيش فبيضطر يغير تاني مش بمزاجه رغم من نادي البنك الأهلي بيحب يستقره دايما لا هو مش بس يستقر أنا بحترين في نادي البنك الأهلي بصراحة من أول مصارد يعني ومشور الكلم ده عشان انت قدامي وحط كنت مع اللي هو عشرة نصر وطروق كلماتين دول نا هو نادي بيحاول يشتغل باحترافية كبيرة بالزبط في كل أدوات المنظومة يعني هتلاقي مثلا لعيبة بيختار لعيبة بشكل كويس وحسب معلومات طبعا حسنا بنخش جوه اللعبة دي بتاخد مستحيلاتها بشكل كويس طبعا بيبقى جهزة فنية محترمة لوح تانا النادي والنادي بقى محترم جدا نادي البنك الأهلي الفريق بيتضرب عندنا لقاء قريب طبعا طبعا ده شرف لا نادي محترم حتى يعني يعني الإعلام يعني أنا بيقوز معلومة في البنك لا أعرف أعرفها بسهولة مش لو أقعده لف حوالي نفسي عشان أعرف معلومة في البنك الأهلي لا كل حاجة أقدر ليها على الصفحات سيدي خصص كل أحد عارف دوره آه مثلا كل حاجة بالزبط قول لو أشرف على فكرة وماننا الصدارة مدينا يعني لو أشرف بتعامل معنا كأب والله مش بقول كده عشان أنا شغال في البنك الأهلي أو كده مدينا مساحة يعني كريم أنت الحتة بتاعتك مدير كورة صح اعمل اللي أنت عايزه صح وارجعلي وأنا بيسندنا دايما صح ومع اللعيبة كده مع الجهاز الفني كده آه فكل أحد عارف دوره في النادي آه وعارف اخصصاته وفيه احترافية زي ما أنت بتقولي إن كل واحد ما بتخطاش حدوده آه ماشيين في 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 الدائرة بتاعتنا أو في الليمت بتاعنا وإن شاء الله السنة دي بقى حتشوف حاجة بعد بقى مني هتشوف حاجة جامدة في البنك أنا جاي لك في السنة اللي جاي آه السنة اللي جاي تدعمات كثيرة جدا وتدعمات مش كثيرة على فكرة لا أقصد تدعمات عفوا كثيرة ست لعيبة مش بس ما أقصدش كثيرة أقصد كبيرة تدعمات كبيرة آه نعيبة مميزة لعيبة عندها خبرات لعيبة ممكن تبقى مؤثرة جدا الموسم اللي جاي آه السنة دي كمان كان فيه فكرة كويس قوي من إدارة النادي واللي هو أشرف إن إحنا نتعاقد ما نعملش أرقام كبيرة في التعاقدات فكل اللاعبة أو 90% من اللاعبة اللي إحنا تعاقدنا معها فري ما كلفش النادي ميزانية غير عقودهم غير ما بتشتري لعيب من النادي يعني أيمن أشرف فري جريندو عقده انتهى مع النادي المصري فري مدبولي عقده انتهى مع الإسماعيل فري معازل حناوي المدافع عقده انتهى مع المحلة فري حسن شهين حرس المقاولين عقده انتهى مع مقاولين فري يمكن اللاعب اللي دفعنا فيه بس الشرط الجزائي كان سيرجي أكا نين من يلو نص وكان يعني رقم يؤتبر قليل جدا طبعا نين من يلو نص جنيه اه جنيه مش تولار ايو ايو عشان اولاي برجاء بس حبيت اوضلار السنة دي عاملين تدعمات قوية وخلي بالك كل ده باختيار المدير الفني مستر بابا فاسيليو مع الإدارة يعني صحيح ولسه فيه ان شاء الله خلال اليومين تلاتة اللاجين فيه صفقتين كمان بس هم مرتبطين بأندافة بنحاول يعني نخلص ما عنديتهم فمع الابقاء على القوان بتاع السنة اللي فاتت اللعيبة والسنة دي كمان مستر بابا فاسيليو عامل حاجة كويسة جدا مش مع اي التلاتين لعيب قالك احنا الكندي ببنك الاهلي ببنلعبش في افريقيا ما بنلعبش في الطولة العربية لوقتي يعني في المباطرة دي فليه اتعاقد مع تلاتين لعيب ويعني نصهم مايلعبوش فاحنا اتنين وعشرين لعيب أو تلاتة وعشرين لعيب السنة دي القايمة تركيز عليهم ومدابي الأجريب يحبوا كده يحبوا كده عايز ملعب زحمة عشان في التدريب كل واحد ياخد حقه يبقى فيه تجانس هو عايز اهم حاجة يبقى عنده اتنين وعشرين أو تلاتة وعشرين فرقتين في كل مركز اتنين لعيب يبقى فيه منافسة ما بينهم ومصعد خمس لعيبة من فريق الشباب 2003 و2005 في نادي البنك الأهلي السبعة دول أو الخمسة دول يبقوا مع الفريق الأول ياخدوا خبرات واللي يبقى متميز منهم يبقى موجود مع الفرقة لو فيه إصابات لا قدر الله فيه إقافات يلاقي ممكن واحد أو اتنين يكون بلعابه كمان ويخشه في المطشاط كابتن كريم انتشرفته نوار تحية حوال معك كان ممتع جدا حبيبي أنا بشكرك شكرا جزيلا ده كان لكونا مع الكابتن كريم حسن شحات الإعلام الكبير مدير الكرب نادي البنك الأهلي وأيضا ختام حاليتنا النهاردة من رقم 10 يا رب تكونوا استمتعتوا معنا أشوفكم يا رب على أدخل